مصطفى عذاب أهلا وسهلا فيك مهلا بك طب مني عنك طبعا والحمد لله أول شيء أبدأ تشكرك كتير 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 على وقتك بعرف أنه مشغول كتير البركة شغلك يعني بيعبر عن حاله وبيحكي عن حاله ما شاء الله يعني amazing work أيمت عرفت أنه هذا المجال بدك تدخل فيه والله أنا قبل ما أكون portrait photographer كنت photographer يعني بعدين تخصصت تعرف مثل أي photographer بيبدأ المفروض يتخبط بالأول بعدين بيشوف وين حاله أكثر يمكن هي موضوع portrait شدني له الفن التشكيلي بالأساس أنا بحب portrait بالأساس بحب رسم portrait لبنكنت صغير بيستهويني كوني إنساني ممكن من خلفيه بدوية نحنا بنتفرس بالوجوه كتير كتير نحنا نقرأ الشخص من ملامحه هاي بعض الأشياء يعني اللي هي خلتني توجه للمفهوم هذا وهذا الحك يبلش بي سوريا والجغرافيا وين تم الإمارات بالإمارات أوكي معنا أنا اليوم أول مرة بتعرف عليك وإلى الشرف طبعا ما عندي فكرة كافية عن الخلفية إذا ممكن بس تعطينا فكرة عن هو بشكل عام الناس تعرفني من خلال شغلي بس ما بتعرف إنه كيف أنا بديت ما هو أنا هاي من أهم الشغلات اللي حابب نركز عليها ناخد صورة كاملة عن تاريخك وين كنت وين صرت وولا وين حابب تروح بالمستقبل طبعا أنا كانت بدايتي عشقي للبصريات بالأول لما كنت صغير شي بيخص الكاميرا شي بيخص العدسات شي بيخص كاشف المحيط يعني طرف الألعاب طبع الولاد بعدين وقع بين إيدي كاميرا زينت بتعرف كل الطلاب السورية كانت دروس في روسيا لازم نجيب معه زينت هاي أساسية كان عندي تحدي إنه أنا ما كنت أعرف طلع فيها صور كنت راح أحمدوا الصور صحيح في أيام الفيلم طبعا أنا بديت تقريبا ممكن التالت الأول من تاريخي وكان بالفيلم بتحميض وأنا يعني بتوقع اللي ما بلش من هالمرحلة ما بدي أظم الناس اللي بلشوا بالديجيتال بس اللي ما بلش بالمرحلة ما بيعرف فيزيائية وكيميائية الفيلم يعني هدول التركيبة الأساسية بالتصوير وقت بين إيدي الكاميرا كان عندي تحدي إنه أنا أتعلم متل ما ما تقولوا أنا فيها فقسات كتير ولا فيش تقريبا إذا كتلفأ شي تعرف بالضبط يعني شو الشيطرسبيت شو الديفرام شو هو الـ ISO فكان عندي تحدي إنه أنا أتعلم هالشي هذا لا تحصل على صورة بالأول إنه تكون صورة متكاملة الأطراف من ناحية الشاربنس من ناحية الكمبوزيشن عفوا الإكسبوجر هاي بدايتي كانت هيك عندك أخوات كتير أنا بدي أسأله إنه بدي أعرف شو اللي أثر عليك إنك مثلا إن كان فن أهل تشجيع أو كذا المحيط أنا بصراحة يمكن أول واحد شجعني هو أبوي أنا بلشت بالخط العربي كان مدير مدرستنا أهل تخطط أي بارف كل خطوط فنان خلاص فهو يشترى لي ريشي لما كنت صغير وحاول إنه تعلمني الخط تعلمت الخط لحد أنا بخطط أنا بعدين فيه كان عندنا أستاذ كتير شاطر أسمو عبد النعم شرف الدين بالمدرسة اللي بمرحلة الإعدادية والثانوية بأي مدينة هالحاكي نحن بسهر الغاب تابع لمدينة حمع أوكي أي أستاذ عبد النعم طبعاً فضل كبير علي كان هو إنسان رائع أنه بيرسم الوجوه بطريقة مطبيعية بتذكر كان يرسم فيروز بخمس دقائق يرسم الله يرحمه عدنا مبوظة كان يرسمه دقيتين بالطب شورة الأوتلاين هذا كان أنا يستفزني تابع الوجوه يعني الوجه أنت صدفت مهنة أعراضي من يومين أنا حكي نصل حكي اللي بدي أحكيه خلاص بتكمله بعض موضوع الوجوه الخطوط اللي بيوجه لحد لأن أنا بشوف الوجه هيك بشوف خطوط يعني أحيانا بكتشف زوايا بالشخص حتى لو كان هو متعود على التصوير أو يمكن هو ما بيعرفها صح كلمة الزاوي شغلي كتير مهمة هلأ بعد شوية بنا نحكي عن الزوايا بالتحديد لأنه بالبورتريي شغلي كتير كتير مهمة أريد أن أرجع شوي أنت نشأت بسوريا أم بالإمارات لا لا أنا نشأت بسوريا بسوريا بس ممكن تعطينا فكرة طبعا أنا بالأساس فني أسنع شيء يعني ما له علاقة بالتصوير بعدين لما جيت على الإمارات بدأ التصوير عندي كهواية أم تلحكي بأي سنة؟ ساعة وتسعين ساعة وتسعين يعني نهاية القرن الماضي تعرف قبل ما كان في يوتيوب بدك تقرق قراءة أو تجرب بالضبط يمكن الفضل الأساسي لحده ما بيعرف أنه الفضل علي هو إبراهيم الفضيلات هو مصور أردني هو مألف أهم كتاب بالتصوير الضوئي على الإطلاق يمكن هذا الكتاب أنا أريه عشر مرات باللغة العربية باللغة العربية بيعلمك كل شيء بيعلمك الكاميرا هذا كنز؟ لا أفترض بهذاك الوقت بالضبط كنز لأنه تحصيل العلمي كتير فقير خاصة باللغة العربية فكانت المفاجأة أنه أنا الكاميرا اللي كانت من يديي اللي هي ما بتطلع صور حلوة صارت تطلع صور حلوة فجأة لأنه هي نفس الكاميرا ونفس الأفلام يعني هيك كانت البدايات استندت بحدا أو حدا علمك لأنه ليك التحميض أو هذا كلوف يعني هذاك علم بحر لحاله صحيح فكان شيء متاح ولا أنت تطريت تبحث عنه وتدور على الوسائل حتى تقدر تكمل آلية استخلاص الحصول على النتجة الحصول على النتجة صحيح هي كانت بالبداية متعبة جدا خاصة الموضوع الإجراء البروست كتير طويل يعني حتى بالصحافة كنا نصور بعدين نروح نحمض بعدين نبعت على المطبع صور ما نطبع ما نبعت فيلم كان الإجراء أنت لا تحصل على الصورة والمشكلة إذا فيه إفنت أو في شيء أنك أنت ممكن الصورة تطلع فاشتة مو بمعنى الفشل المطبق بس ممكن الآيزو غلط كان عندك ما فيك تشوف النتيجة إلا بعدين أكيد فكنت تعتمد على حدثك كتير بالتصوير أكيد كان فيه تحدي بس موضوع الغرفة المظلمة كتير بالنسبة إلي يعني أسس لي كيف كنا نحط الفيلم كان فيه عندي جاري هندي كان شاطر كتير بالتحميط كيف كنت تحط الفيلم كيف يعطي الـ RGB الألوان الثلاثة هي الأساسية كيف تحصل على الصورة كيف تحمضها والشخص هذا كانت إدية مهترية من كتير الأحماض لحد لأنه أنا عندي الصور اللي بتطبعها فهذه الصعوبة هي اللي بتخليك تعتمد على نفسك أكتر أول شي الرول اللي عندك محدود ما فيك دائما تروح تشتري رولة تروح تحمض وتروح لأنه مكلف كان أبوش 36 و 36 صورة 35 صورة إذا شاطر بطلب معك تصوير كتيراً أنه أول واحد إلى دين ما يكرر الفيلم معك فهلأ ديجيتال أسهل بكتير فيك تحضر في الصورة فورم بتحصل عليها بتعمل هلأ تدريك على التلفزيون كبير نترى ما راح نشوف صارت تقنية كتير بتساعدك تتكئ عليها بس اتكاءك على هاي التقنية أسائلك شخصياً يعني مثل لما كنت أنت بالضيعة حافظ كل أرقام تليفونات الضيعة مية بالمية هلأ معنىك حافظ ولا رقم ليش؟ لأنه انتوا كلهم خزنوا عندك دائماً بأعتقد أنه المصور لازم يعرف الكاميرا متل ما يعرف راحة إيده أكيد يعني أنت اللي ما بتسوق السيارة لازم بتعرف كيف بيشتغل الموتور الجير فيها ما لك ميكانيكي أنت ما لك مطالب تكون ميكانيكي ولكن المطالب بتعرف كيف تشتغل هاي الآلية اللي بين إيديك ليش؟ لأنه يعني بدك تعرف تتصرف باللوكيشن شو بيصير معك ليش هيك يعني خاصة عم تعمل مع ضوء عم تعمل مع شغلة كتير حساسة بالتصوير قديش أخذ معك وقت بين الشق التقني لأنه بتعرف بدك عندك الاسو عندك الشارو سبيد عندك هالقصص هاي أنا بما أنه كمان تعلمت يا على اليوتيوب أو من خلال قراءة أو البحث عن الأجوبة يعني العنصر الرياضي تبع الموضوع تبع أنه بتعرف كلمة كبر الرقم كلمة صغرة الفتحة عرفت كيف؟ يعني في شي عكسي وفي كسور وفي كذا أنا شاطر بالرياضيات بس في شغلات بدك تجتهد عليها كتير لبين ما خلص تصير تلقائي بالنسبة لك ففي العنصر التقني وفي العنصر الفني اللي بيتعلق بالزوايا بيتعلق بالإضاءة بيتعلق بالتقاء شيء داخلي فقديش أخذ معك الموضوع أنك حسيت أنه العنصر التقني من شقة تصوير خلاص كنت خاتمه أو مرتاح معد إعاقل مقابل العنصر الفني أكثر صراحة ما كتير أنا بطلع على صوري ببداياتي لحد الآن أنا بعتبرها قابلة للنشر حاليا حتى بالمؤسسات اللي بيشتغل فيها الشغلات اللي صورت قبل 15 سنة منيحة جيدة السبب أنه أنا كنت متما قلت لك هاي التحدي أنه ما كانت لها معي صور خلاني أرجع على المربع الأول جهز أدرس كل شيء بعدين انطلق أنا لحد الآن بحب صناعة الصورة أنا سيت أب فوتوغرافر يعني أنا شي بشبه أنا بتذكر مرة كنت ماشي كان في عندي ورشي لطلاب شفت مصور فرنسي حاطة أحد شوارع دبي القديمة اللي هي بالبستكية كان عامل الفيلم على إيده الاسو فيه 0.5 يعني زمن التعريض تقريبا كان شي عشر دقائق بتعرف الصورة هاي بدا سيت أب عالي مركب التريبود عم يجلس عم طلع أنا بالفيوفايندر لوحة يعني هي قبل ما ياخدها أصلا هي لوحة في هيك سكة بينتهي بمسجد بمئذنة بالأخر بالفانيش بوينت بالأخير كتير الصورة حلوة أنا علمتني لذلك أنا بصور ميديوم فورمات أنا ما بصور خمسة وثلاثين حالا منفوت بالميديوم فورمات ليش؟ لأنه أنا سيت أب فوتوغرافر بحرك الموديل أحيانا بس أنا بالأساس سيت أب يعني أنا بزبط إضاءتي على المصدرة صح الفريم مدروس من يومين كنت عم صور حدا سامير مصري قال لي شو أنت كم عين عندك؟ طبعا عندك تنتبه أنه حاط شي بي جيبته الأميز الضابط في إشري في كزع الزاوية في شي بالباكراوند سيت أب فوتوغرافر مثلك مثل اللاند سكيبر مثل اللي بيصور برودكت مثل اللي بيصور مهندس طبيبي يعني أنت فعلا طبيب هذه الصورة هذا الفريم أنا بشوف كل صوري حتى اللي برجع لك اللا الفريم كتير نضيف فيها أنا ما بحب البوست برودكتشن أنا بأعتقد أن الصورة بتنتهي عند الكمبيوتر ما بتبتدي عنده إذا أنت مجهز صح خلص أنت صحيح يعني مثال كتير بسيط بذكره لما بنسائل أنه عن موضوع البوست برودكتشن أول يعني عندك البري برودكتشن البرودكتشن اللي هو الجلسة التصوير والبوست برودكتشن اللي كانت تنظيف وكذا أفطرد بدك تصور حدا وفي شعره في أي شيء يعني هي شو بتكلفك أنك تروح تشيله أبداً بدال مثلا أخذ 200 صورة بدك تشيله علما أن أنت مانك عم تغش رقمياً يعني فعلياً مانك عم تحرف تغير تغير أعرف كيف هاي بري برودكتشن اللي هو التحضير كل ما كنت محضر صح كل ما خففت على حالك البوست برودكتشن اللي لا يتعلق بالريتوتشنج أو الكولوركتشنج فبما نحكينا عن الموضوع ممكن بس تعطينا فكرة عامة عن الفروقات وليش توجهت للميديوم فورمات مقابل نحن كلا ياتنا بدينا نتصور بالميديوم فورمات أنت لما كنت روح على الحمص وأنا لما كنت روح على الحماء كنا نتصور بشيء بيسموا البلورة اللي هي 120 ملي أو اللارج فورمات اللي هي 4 ب 5 أو 8 بال 10 الأكبر شوي هالسيستم هذا لحتى ترجمه هلع على ديجيتل بيكلفه 30 أربعين ألف دولار السبب أنه التقنية صارت أغلى لأنه أنا لحتى أعمل ديجيتل لهذه المساحة فالخمسة وثلاثين كانوا مصورين صحفيني أكثر اللي يصوروا إفنتات اللي يصوروا سبورت أول شيء أداء أسرع أما بالستوديو هي كانوا يستخدمون ميديوم فورمات كانوا كنا نستخدم برونيكا لحد اللي أنا نستخدم من البنتاكس أنا أول كاميرا ميديوم فورمات هي البنتاكس 645 بعدين حولت على الفوجي هلأ الفوجي 100 GFX 100 أول شيء بتعطيك للريتاتشر بتعطي مساحة ما بيحلم فيها هي 16 بيت الألوان 16 بيت كبير 16 بيت وهي 100 ميجابيكسل 100 ميجابيكسل والديناميك وينج 14 حلق ماذا تصرح الشركات بس هي على أغلب 13 يعني هي 0 وفوقها 7 وتحتها 7 فالديناميك رينج هذا شو بيعطيك؟ بيعطيك ألوان أكثر بيعطيك تدريج بين السواد والبيض بيعطي الديتيلز بالشادو بالهايلايت أكثر يعني الكونترست بيبين أول شيء أقل بعدين فيك تشتغل عليه أكثر بالكوستردكشن بعدين مفهوم الميديوم فورمات أنا بشوفه مو بس إنه هو لايف ستايل كالتشر أكثر أكيد يعني هلأ في كاميرات 35 ميلي بتعطيك نفسه بتعطيك السوني بتعطيك 60 ميجابيكسل بس هي هل هي حقيقية العلاقة الفيزيائية ما بين السنسور والعدسة حجم السنسور كم بيكسل وبينحط في كتير بالعبد والله بالضبط حجم البيكسل كم مايكروون بالإضافة إنه عمق الميدان صح اللي موجود بالميديوم فورمات يعني أنتنا ما تصور على الـ 2.8 على الـ 35 ميقابل 1.4 تقريبا على الـ بالإضافة أنا في عندي شغلي أساسي كثير أنه أنا الشخص اللي بقابله اليوم المشهور لازم أنا أحصل على الـ 100% لأنه أنا بشتغل بمؤسسة كبيرة أنا كنت أشتغل بقرة بزهرة الخليج يعني زهرة الخليجية أو المجلة العربية فأنا لما بدي أرشف لإنسان ممكن بكرة ما أنا موجود فالمفروض يكون عندي بالأرشيف يعني الـ 100% من هذه الصورة لأنه أنت بتتعب عليها بالـ setup بتتعب عليها بالحضور يعني في كتير أشياء بتلعب دور الميديوم فورمات أمين أنا بحسوه ما فيك الضحي فيوتر بروف يعطيك يعني المكسوم مثل ما أنت بتعطيك صحيح بعدين بالطباعة يعني اللي بتطبع بوسترات كبيرة بتطبع ما بتذكر في أحد الصور لحسين جسمي أنا عندي كانت مطوعة ممكن 200 متر على شرع الشيخ زايد كتير كبيرة كنت فخور فيه أو زلتم السيارة هلأ من عرضها أنه أنا وقف جنبه كتير صغير كانت هة الـ details بيحسسك أنه بيرفع بغيمة عملك الفنية أكي ذاكي! بعدين ميديوم فورمات متما بيقوله بيخليك المجانية تبيع لكل هذه انها تقول طبعي دول اللي بصوروا في الغظم بالرياضة بتروح مكسينة ملك تصور جايellow أحيانا بروح تذكر زميلي شادي هو كارجو ستوديو عدنا واحد من الفنانين صورنا 14 15 11 صورة خلصين، خلصين بعدين قال لي شو هكون وجرة الشغر خلاصين خلاص أنا صور اللي بدي أخدت إلا إذا بدك تجرب شيء مثلا أوكي بتأخذ النتيجة العرفان أنت بدك ياها بالضبط وإذا حابب تجرب ضيف صحيح بس إذا أنت أخدت الهيرو شوت خلاص أنا معك وهذا موضوع بياخد شوية وقت حسب شطارة المصور الخبرة والرؤية تبعيته يعني أنا كمان كمصور يعني مثلك شوي من حيث أنه ما طولت لحتى قدرت أخد نتيجة نوعا ما جيدة بس أول ما بلشت مثلا أنا طبعا بلشت فو فو فايم فما لاحقت الفيوم أو الميديوم أنا روح ألبي الميديوم يعني بس لما بلشت كنت اضطر أخد مثلا خمسمائة صورة لا يطلعوا لي هالعشرة يلي ممكن أعرض منهم واحدة مع الزمن هالخمسمائة بيصيروا مية بيصيروا عشرة صحيح طبع العالم تتفاجأ مثلا باهرح كنت عم صور أخدت عشر سوال وخلاص وشاف أه أوكي عرفت كيف؟ طبع هاي بده خبرة صحيح واضح أنك أنت بس هاي صعبة أنك ترجمة للشخص اللي عم بتصوره خاصة لأنه ما عم بيشوف النتيجة هلأ ما بعرف أنت إذا كنت من النوع اللي بيحب يشارك الصورة هاي طبعا بما أنه دجره شو سياستك بمشاركة الصورة أو تأرجي للسوبجيكت أنه ليك شو طلع معنا مقابل أنه تقوله انطور وكذا لحتى يشوفها يعني أنت مع أنك تساعدوا بهالقصة طبعا هلأ هو لازم يشوف منحق أي إنسان يشوف الصورة يعني هلأ بيطلبوا بعضهم بس منحقوا أن يشوف الصورة أول شي خاصة إذا ما في أول مرة بتتعامل معه المشاهير تتعامل معنا شوي حساس اللي بيعرفوك أول مرة أما اللي واثق منك ما بيشوف كتير أحيانا جمال الصورة اللي طلعت معك هي مهماز له مشان يعطيك أكتر 100% في فنانين بيجوا هيك بيقفلوا يعني هو بيكون مودي كتير صح وهاي بتأثر علي كتير لأنه ما بيعطيني في ناس يعني بصير صعب أنك تفكفكها خاصة أول تعرف بينك وبينهم هلأ اللي بيشتغلوا بالتمثيل بصراحة بتعاملوا مع الكاميرا بشكل كبير يعني هلأ في ناس اللي هنا أنا بصنفهم مثلا السياسيين الاقتصاديين الأدباء الشعراء ما بتعملوا كتير مع الكاميرا وبعضهم زاهد أصلا ما كتير بيهتم صح قصر رجال منهم النساء شوي بيهتموا يعني بالموضوع هدولي بتتعب معهم شوي اكي تفرجيهم بالعادي طبعا ما هو من باب الغروب ولكن باب الثقة بالنفس على الأغلب بيشوفوا شي كتير حلو يمكن تاريخي كله يمكن فيه اثنين ثلاثة بس قالوا لي أنا ما عجبوني الصور شو برأيك كان السبب فيهم هنو فكرة للأماني شغلك مثل ما قلت يعني يعني بيعبر عن حارو ما شاء الله شغل كتير حلو ونظيف وواضح ما تعوب على السرب يعني تأكيدا لحكيك فن هذا يعني ياريت لو عالم أكتر بيشتغلوا بالتصوير يركزوا على هذا الموضوع لأنه هي ما هي وسهل ممتنة عرفت كيف صحيح يعني رأس ماله أنه دجروا ما حينها مناخد الغيرة ففي شيء نفقد بهذا الفن في مفاتيح معينة أنت بتلجأ له استنادا لخبرتك مثلا أنه مكان تكنيك أنه مثلا حدا حسيته شوي مكربج ما نوعاطيك أنك في مثلا تكنيك معينة لتخليهم يعطوك أكتر منهم لحتى تقدر تلتقط الشيء اللي عم دور عليه هلا بالعادي أنا بست بالي كتير طويل بس أنا بعجقة يعني أنا هيكي من أي ناحية بالي طويل أول شيء لا أظهل أنك تعجقة من أي ناحية تعجقة كتير على الديتيلز أنا كتير عندي مساعدين بيكونوا معي في شباب بيساعدوني كتير أنا كنت بالبداية لما أعمل بلاننج لأي فوتو شوت كنت بتأمل مية بالمية بحصل على تسعين بالمية تمانين بالمية بعتبر أنت الجدي بس أنا بالنسبة لي غير كافية بتدايق بس هو بالأخير أنت بأسوأ حالتك رجعت للمربع الأول بتعطي سورا حلول قابل للنشر بالمؤسسة دائما تطمح أن يكون في شي يعني بيقلقك أحيانا مثل هدول مثل أقلت لك الفنانين مودي شوي التعامل معهم شوي صعب الاميج طبعا طبعا هلأ بدي أقل لك شغلة يمكن تبعين غريبة شوي بس السوشيل ميديا ريحني أنا كتير من أي ناحية فك الديسكنيكشن ما بين الاميج تبعه وهو يعني يعني مثلا صورة أصالة بتشوفها أنت على الألبوم بس بعد شوي بتشوفها أصالة بالمول أعرفت كيف يعني أنت صرت تشوفها بالسطوري طبعا صرت بتألف وجهها حتى أنت إذا بلشت بدك تعملها في فوتوشوب أو ريتوتش بتبين أنه أنت عاملها طبعا أنا كتير برتاح لهالموضوع أنا أنا بداياتي بشغل المجلات بديت طبعا سبب وجودي بهالمجال هذا الصحفي السوري والكاتب جمال آدم هو الفضل كبير عليه من أعرفني على المجال أنا كانت محترف بعدين حولني أنه أنا أصير إديتوريال فوتوغرافية قد أني إديتوريال قبل ما تدخل البورتريت بالضبط أه كانت صور كل شي لحد لا أصور كل شي أنا بالمجال حتى فوت فوتوغرافية بصور يعني أنا بالعدد نفسه في عندي صفحات ديكور عن الصفحات بصور الكبر بصور 2-3 ستوريز وفي شي بتفضلوا عن شي يعني واضح بحب الإديتوريال بس أنا بصور يعني اللي بيشوفني على السوشيال ميديا بيفكرني أنا بصور بس بورتري بصور كل شي يعني بيخص البيبو الفوتوغرافية أكيد خلاص بيبو أشمل بتجي شوي بتجمع الفاشن لايفستايل كوميرشل بتجمع كتير شغلات فلما دخلت على المجال تعرفت عليه من خلال رئيس تحرير المجال اللي بيشتغل فيها اللي هو الصحفي براهيم توتنجي هذا الإنسان أثر على كل خط حياتي من أهم الأشياء اللي علم ليها أنه أنا أصنع صورة تدوم يعني الصورة الحدثية اللي على الريت كاربت أنا ما بصورها أنا برهارث على القونا كل الفناني بيسألون وين صورت على الريت كاربت لأنني ما صورت على الريت كاربت أنا تاني يوم حجزت الفنانين كل واحد لحاله ورحت لعنده على الفندق وشفت بخزانته شو بديه البوس مشان أعرف صوره يعني الصورة اللي أي واحد بصورها ما بصورها يعني بتفضل تتميز بشي لأنه أنت لا ما بتكون قدمت شي يعني لما بيمر واحد على الريت كاربت وفي 500 كاميرا أنت شو بتقدم زيادة فعلمني أنه أنا بصور صورة تدوم ما مرتبطة بحدث يعني البورتريت تبع نور الشريف فيني أنا أشوفه بأي وقت وفيني أنا أرجع أعرضه إنشوره بأي وقت أما الصورة الحدثية هي تنتهي بانتهاء الحدث هاي أول شيء علمي بعدين علمني أنه نحن ما بنعمل تمثيل شمع يعني نحن نحن ما ممكن جزء من هاي المنظومة اللي بتشوه أنا مصور صحفي أنا ما عم صور تصوير تجاري أنا لما بلتقي مع فنان وقربت منه 60 سنطي بدي ياك أنت المشاهد تكون معي لهاي اللحظة أنا بدي يكون المرآة الأمينة اللي نقلت هاي الصورة فأنا بشوف أنه الفوتوشوب كتير بيسي يعني أنا حتى في في إلي يمكن انتشر بالفترة الأخيرة بالموقع المصري أنه أنا ما نزلت صور أنا نزلتهم عادي بس طلت صور كانوا من مهرجان دبي السينما وحطيتهم لبعض الفنانين المصريين وعجب الناس فيهم بدون أي ريتوتش اه لأنه نحن حلوين بلا ريتوتش نحن هيك يعني حلو أنك تشوفني على واقع مثل ما أنا إذا بظل بزيف أنا وجودي وشكلي بالفوتوشوب وبالفلاتر بالأخير أنت بدك تشوفني بالواقع تشوفني على المسرح بتشوفني كفنان يعني بدك تعرف أنه هذا كان جزء زيف كبير أنا يعني كنت شارك فيه أكيد والمشكلة كمان بتعود للشخص اللي عم بتصوره لأن كنا بنحكي تحت الهو عن موضوع كيف بتشوف حالك مقابل العالم كيف بتشوفك لأنه أنت قدام المراهة فعليا هم تاخد عكس الحالي يعني يمينك علم رأيه اليسار بس إذا أنت مانك متعود تشوف حالك مثل الصوت على فكرة حالة الصوت صحيح اللي مانه متعود على صوته أول ما بيسمع صوته كتير بيستهجن وارفت كيف بده شوية ما بيحبه أبدا أبدا يعني لأنه نحن الطريقة اللي بنسمع حالنا فيها غير الأشخاص يعني لما بتسمع حالك أنا هيك بسمعك مثل أنا هيك بشوفك بس هنون لأنه مانهم متعودين يشوفوا حالهم بهاي الزاوية يعني هي مثل النوع من تغطية الشيء اللي مانهم حابين يشوفوا حالهم في صحيح أو بينتبع تفصيلي أنت ما منتبه لأبدا أو أنت منتبه لأبدا بس أنت ما بتشوفها سيئة أكيد يعني الإشاحة بالوجه على طرف هي سببها الأغلب عدم تناظر بالأنف عدم تناظر بالوجه صايد أحساب من صايد ما في شيء اسمه صايد أحساب من صايد يعني أحياناً البرتري الستريت أنا دائماً مفضله في كتير فنانات طلعي ستريت بتعودين خلص إيه بطلع ستريت وبتنزل كفار كتير بعجبها بتصير بتتصور على طول ستريت إيه بس هاي بدي كمان يعني حرفي وبدي حد معلم يعني طبعاً مميماً كان بيقدر يطلع الحال طبعاً إنتي عرفان عشو عم تدور لما عم تاخد الصور ستريت هو بناء جدار الثقة بينك وبينه لا يجب أن يثق فيك أنه أنت بروفيشنال أنت حتى أدر منه بزاوية وجهه أكيد لأنه أنت اللي بتشوفه هلا كونك أنت متمترس وراء الكاميرا فأنت الفاعل هو من يقع عليه الفعل فدائماً هو متلبك شو عم بتعمل أنت أكيد الأرياحية تبعك جاي من هذا وجاي كمان أنت من خبرة حجم المشاهدة عندك أنت كمصور يعني حتى عندك أنا ما شاء الله شفت شغلك طبعاً هذا أحد أسباب اللي خلاني أنا وافق اللقاء بصراحة يعني شكراً لما شفت شغلك لقيت أنه أنا لما بحاور واحد بفهم علي ما بيضيعني ولا بضيعه أكيد يعني نفهم مع بعض منعرف في الظبط عم نشوف شيء في قاسم مشترك أكبر بكتير من مجرد صحيح أنا حدا يفهم عليك يعني خاصة هذه الساعة هذه الحوارية كتير مهم أنه أنا فيه شغلات بدي أحكيها أكيد موضوع بناء الثقة مهم جداً بينك وبين الموديل حجم المشاهد اللي عندك العالي والخبرة هو اللي بيخليك أنت تعرف أنا بشوف الوجه كخطوط يعني فيه أشياء أساسية بتعرف الوجه وجه الإنسان مو بس هي المساحة إضاءة الوجه بتلعب دور كبير زاويت بتلعب دور كبير الوجه شوف الفرق بين وجه وإيدي وجه فيه شخصية بس إيدي ما فيها شخصية كيف ما ضويتها ما فيه مشكلة يعني مثل مثل ما تصور البرودكت فيك تصورها بأي زاوية بأمل وجه كتير موضوع حساس فيه أشخاص مثلاً بدك تتعالجهم بطريقة معينة أول شي تعلمتوا أنه ما فيه شي اسمه قبح بالوجوه فيه صورة قبيحة فيش الحدى أنه ياخد صورة بس الجمال ما نقيمه ما بيرفع من قيمة الصورة والشهرة يعني الشخص لأنه مشهور بالصورة ما بيرفع من قيمتها أكيد لازم تكون الصورة جيدة سواء كان شخص مشهور أو غير مشهور سواء كان جميل أو غير جميل هلأ الجمال بيرفع شوي بقيمة الصورة بتبين صورة حلوة لأنه الشخص حلو بس المفروض ما هيك بالبورتري أنا معك مية بالمية بعتقد كل شيء كل شخص عنده شيء مميز وخاص فيه جداً برابو عليك هاي أول خطوة أنت كمصور أنه ما تشوف حدا قبيحة أبداً كل الوجوه جميلة كل الوجوه جميلة البورتري حلو أنا بشوف الغربين كيف بالمعارض أو بالمتاحف في كرسي قاعدين عليه وعم يتفرجوا كيف شو بتشوف بالبورتري أنا دائما بسأل حالي البورتري بتشوفه بقمة البساطة أو بقمة السداجة إذا بدك مثل ما كنا أولاد صغار بيجي خالك من السفر كيف بتطلع وجهه كيف دأنه وين تخلص دانه وين بيبلش أميصه يعني كيف شفت هاي بشوف البورتري قمة البساطة أنت ما عم أتصور شخص أنت عم أتصور روحه صح لما بتشوف البورتريهات اللي أنا بصورها هلأ على أغلب حكما بيسألوني أنه البورتريهات فيها غياب ابتسامي أنا عندي هلأ بيضحكوا بعضهم بيبتسموا بس أنا بحاول أنه هل تستقصد هذا الشيء على أغلب إيه لأنه الابتسامي بتجرك إلى ردة فعل وحدة أنه مبتسم أما البوكر فيس بيفتح لك كل الخيارات الوجه بيصير بيتحمل كل الخيارات أنا بدي أتعرف علي مول أنه ضاحك لأنه هو فلان هيك بتتأمل فيه البورتريه هلأ الغربين الفنين الغربين بيوصفوا لما الصورة ناجحة بيقول لك this is me أنا لما بسمع هالكلمة أنه هاي بتشبهني أصعب شيء أنك تطلع الواحد بيشبه حال كتير صعب أول شيء نحن كل ياته ما نتصرف أمام الكاميرا as professional ما لنا موديلز نحن وما مطوا بنكون موديلز بس لازم نبين طبيعيين كل الأشخاص برا الكاميرا طبيعيين أول ما بتوجه على الكاميرا بيسقطوا بيجمع بيغير الفعل اللي هو كان عامله أصلا أنت مهمتك بترجع على هذا الخط أنه تسقط الفاصل هذا ما بين الواقع وأنه كيف بتصرف أمام الكاميرا يكون واقعي أكتر ف تعرف الفنانين البصريين أو اللي بيشتغلوا بالتمثيل بيشتغلوا بال بالمسرح ما عندهم المخرجين لأن المخرج هو بيدرب الناس فأنت المصور أنا بصور المخرجين كثير برتاح كثير بيعطينا ردة الفعل الحقيقي لأنه أصلا بيدرب الموثلين كيف يعرفان خلفيات يعني متعمق فلسفيا بالظبط بصريا ورؤيا أنا بتذكر مرة صورت جمال سليمان أنا ما نشرت صور لحد الآن كنا أنا وياه إبراهيم اتحدينا أنه يعطينا مئة انطباعة مختلف وفعلا أنا يمكن صورته الشيء مئة انطباعة بشبه الثاني عندهم قدرة عجيبة على الشيء هذا أنا اتفاجأت بشغلي خاصة بالغرب أو بالعالم الممثلين هل عندك المخرجين وممثلين بالانجليز بسطة حالي بس بالمقابل بس بالمقابل بس بالمقابل يعني خاصة بيقولك شو بدك يا أنا أعمل علما أنه هنو المهيئين ومدربين وصر لهم سنين عم بيشتغل بهذا المجال يعني من أل بيتشينو وانت نازل عرفت كيف أنه بتقول هذا وخاصة الحالي التصوير الفوتوغرافي مقابل الحركة يعني هذا أنك تعطي حالي من الثبات غير إذا عم تتحرك عرفت كيف يعني الحركة بتعطيك تقدر تعبر بالحركة أكتر يمكن بتشيل شوية ضغط أو التوتر عن الحالي فأنا اتفاجأت بهذا التفصيل لأنه حتى يلي مهيئ ومدرب وكذا بده وبيحتاج فأنا يعني تأكيدا لحكي بأعتقد يمكن قوة الشيء اللي أعطاك يا جمال سليمان هو لأنه مخرج هو أستاذ كمير عرفت كيف فهو عرفان يعني يوصل بين ما يطلبه المخرج وما يستطيع أداؤه الممثل الشغلة كتير استقفتني لأنه بتتوقع أنه هذا خلص عرفت كيف بيجي طاق طاق خاصة يعني بيصاروا عمالقة يعني حتى مخيلتك بتتوقعون أنه هدول فأنا كتير تفاجأت بموضوع أنه خاصة المشاهير أو المشاهير بفهم بس خاصة اللي بيشتغل بمجال التمثيل لو أنت فعليا عم تعطي حالي يعني أحيانا أنا بتفاجأت أنه في كتير مصورين هنن يلي طلعوا الشي لجوات الممثل وليس العكس أكيد فشغل كتير صعب طبعا هو فنان بالأداء بس أي حدا أمام الصورة هو بحاجة لتوجيه لأنه أنت شايف شي ما شايفه أنت شايف خطوط وألوان وأشكال composition أنت شايف أكتر يمكن هلأ بنعرض فيديو من الفوتوشوت الأخير بين سلافة المعمارو وسامر المصري السمان عرض طبعا ما نشرنا بس فينا أعطيك بهندسين كيف فينا أن نوجههم لأنه أنا مشوفهم خطوط مثل ما قلت لك مشوفهم فريم شوف أكثر لأنهم ما شايفين أنهم عم يقدون سلافة out برافو سامة خفيف المطبع على جب التك شوي أوكي أوكي حلو راح هاي حلو ألاك أسواك سامر بدك تستقر بإيدك هاي تبعد زنار ياتحطها بجيبتك ياتحطها بجيبتك ياتحطها بجيبتك ياتحطها بجيبتك فيها الفقة أكتر بدي لك شهادة شخصية على الكلام اللي عم تحكيه عمر شريف صورته يوم تكننا بمهرجان دبي السينمائي قال لي كلمة أنا بمساها بحد واتفاجأت فيها قال لي أنا أول يوم أمام الكاميرا مثل هلأ تخير أدي تاريخه طبير دائما الكاميرا لا رحبه على طول كلمة أكشن هاي خلاص دائما يعني هي بدخلك بالمود تفتح لك الستارة اللي في ملايين الناس راح تشوفك فيها عطل الصورة الصورة لا تقل على دائما أكيد أكيد بس تفترض هي فعليا أنت الغلط منك أنت أنك تفترض أنه لمجرد كون الممثلين بارعين أنه خلاص هذا يترجم يعني أنا اتفاجأت بالمفارقة بين أنه هدول خاصة يعني بغض نظر تعرف الممثل المسرحي شي والصماء شي والتلفزيون يعني عدد يعني اللي بيرتجل شي كله إله جو وعالمه وبحره الخاص محترفين كل واحد بيأكس هو شو بيشوف أكيد بالأخير أنت بعد فترة بتلاقي كلهم بيشبهوك صح كان مصور يعني كأنك عم تدور على حالك جوات هذا الشخص يعني افترض أنا وياك أو أي خمس مصورين إذا صوروا نفس الشخص بنفس الحال لنالوا وعطينا X وعطاك X بده يكون في فرقات بين مصور ومصور يعني أي ما يعني كبست على الكبسي وليش وكذا هدا هاي لحالة فن وسحر صحيح هاي بتلاقيها بعد فترة متما قلت لك أنه أنت بصير كلهم بتوجههم لشيء أنت بالدكية وهي تعرف أنت كل مصور بالأخير اللي بيصير الستايلو بتفتح السوشيال ميديا بتعرف أنه هاي صورة مصطفى هاي صورة زان ليش لأنه هي طبخة مجموعة من الأشياء نوع العدسة اللي استخدمها أنا دائما بيستخدم الشورت تليفوتو تقريبا اللي هي 85 ما يقابل 85 بالفول فرام هي 120 اللي هي ما يقابل 85 اللي هي يعني أكتر من 50 بشوي يعني الفرق بين الفول فريم وال645 هي صفر الكروب فاكتور 60 ولا 72 0.7 0.7 اه الشورت ميديون فورمات يعني أنا ما بحب انفخ الوجه ولا بحب كدس المنظور يعني ما بصور على الميتين ولا بصور على الخمسين اللي هي بدي صور بالعرض أما الصور الأغلفة تبعي أغلبها هي على 85 أو 120 يعني 120 بالفول الميتين الخوماة اللي بقابل 85 مشان اللي بيصور 35 من اللي بيعرف اي انا بحس انا بتحترم الوجه كتير بتحترم الأبعاد بين الأنف والإذن بتطلع أقرب صورة للواقع بتحس في وجوه مثلا أنا لأنه معك 100 بالمية يعني 85 80 طبعا إلا إذا بدي يدخل الإيد أو الرجل أو المكان اللي أنت فيه هاي صار شي تاني لا يفستيل أكتر ممكن 100% بس أنا 85 أنا بشاركك بهذا الرأي بس حسيت أنه في بعض الأوجه يعني لما كنت جرب يا 85 أو 135 حس 135 عم تعطيني الشيء اللي عم شوفه أكتر من 85 فهل يترى بتعلق بالنسبة والتناسب يعني هل هو سبب واللي هون بيصير أنك عم بتفضل شيء عن شيء تاني غالبا الأشخاص اللي أنوفهم طويلة يعني طبعا عم بحكي على منحاول أن يكون كل شيء وكمان بنفس الوقت بنحاول ما نصورهم بعدسات عريضة يعني 24 50 كتير تنفخ أكتر ما هو من فوق فأنت بتلجأ للتليفوتر في ناس كتير بتحب تصور على 700 هي العدسة يحب وقت يعطي عن range وتعطي عن bokeh background وتعطي autofocus تعز background ببين كل شيء شارب بس دائما بالportrait بنحاول نقرب شيء قريب لعين الإنسان طبعا في عدسات شهيرة بالportrait هي 50 85 35 هي الشهر 3 عدسات للportrait لحالة الوجه في شغلي كمان أنا من أول ما بديت تصوير ما بصور غير prime أنا ما أقبل بلشت يعني بال70 لما جبت 70 لل200 جبت لأنه لم يكن معي مصاري جيب كتير عدسة حلوة أنا جبت إطراريا عرفت كيف أنا بعرف أهمية prime لأنه خلاص عفوا ما كان أصدقاتك لا بالعكس 85 يعني يعطي معينة أنه بدل يعني بتخليك أسهول شوي أنه خلاص بدل ما أقرب أقرب الكاميرا يعني في تفاعل مختلف جدا لما تكون عم تشتغل وبتعطيك صلة وصل مع الشخص اللي بتصوره القرب أو البعد يعني فعليا إذا قدمت عليك إنعكاس شي وإذا بععت عنك إنعكاس شي وهذه العلاقة هلأ بتعرف أكيد زان أنه السينما هي برايم يعني حتى العدسات الزوم بيسموها تلفزيونية المصطرحة هذول الشيوخ الكار عنها بسوريا اللي بيشتغل بالإنتاج فالعدسات السينما هي بيتفحوا الكاميرا باتجاه الفريم باتجاه الموضوع طبعا هي تقنيا أنت في عندك آليتين بالعدسة في الزوم وفي الفوكسينج بالبرايم ما عندك غير الفوكسينج فأنت أولا شي قللت الإليمنت اللي بيعمر من الضوء هاي أولا بعدين زدت أداء العدسة خففت عيوبة كتير بتعرف كل ما قلو بتعرف كل عدسة جوه العدسة عم تنزع أو بتخفف وهي بتخفف وهي موجودة مشان تصحح عيوب العدسة اللي قبلها فبتحصل على كواليتي عالي بالصور بتلاقي صورك بيني 3D بالإضافة للإضاءة بتلاقي كتير الكواليتي فيها عالي أنا ما عمل لك الزوم كويس فيها عدسة زوم كتير كويسة أكيد كل شي له ضريبته حتى البرائم بمطرح من المطارح قد يكون عائق للشي اللي باك تعمل هاي هلأ بلني كون بالكلن 50 فيها صوفت ايتش حواليها مانع شرم بس بتظل عدسة 50 كتير عدسة كتير كويسة لذلك أنا بشيل معي كتير عدسات بدل يعني تلاقي المساعدة تبعي جنبي بقوله ركب كذا ركب كذا ليش لأنه حسب ال في أبتشور معيني أنت بتعتمد تعرف أنت أكيد بتعرف بالستوديو يعني بدك كل شي انفوكس مثل ما ذكرت العالم ميالي لل بلوري والشالو دبث بس بالستوديو شي تاني لأنه بدك تاخد الحالي ف صحي الأمثل هي F8 لل F11 أو 16 حسب الحالي بالستوديو أنت في أبتشور أو رينج معين أنا بصراح بحب أنزله شوي أنا كان بيستهويني البرتريهات اللي اللي فيها العين كتير شارب وما خلاه صوفت بس ما كتير بتثبط أحيانا خاصة وإذا حدا لابس مجوهرات بإيده الأوت أو فوكس بيسامح شوي على ميديوم فورمان بس كمان في نقطة إذا بدك تروح كتير فوق يعني تروح فوق اليدعش بتبلش العدسة تفقد شخصيتها يعني العدسات على 22 كل بيش بها بعضهم 100% عرفت كيف وبنفس الوقت على 200% مو بس هيك جيب فراري بطريق غير مزفت بالضبط نسفت حلقة السويت سبوت بالعدسات هو 4 6 8 يقال أنه تقطين فوق الماكس بس أحيانا أنا بحب شوي خاصة بالأوتدور لما بعمل أوفر بورنغ بفتح الأخير 1.2 أحيانا الخمسة وثمانية تحصل عن تيجي كتير كويسة يعني هيك من باب أنك تروح تدفع الأشياء إلى تستخدم ND وكذا يعني بصراحة أنا أول شيء كنت أستخدم ND أنا لما بدأت بالتصوير كان في عندي تحديات كتير كبيرة أول شيء ما كان عندك البطاريات البرة كنتصور سبيد لايت أنا بلش لحد الآن أنا بالكاميرا ما بسامح يعني لازم يكون هاي كوليتي بس بالإضاءة لازم تكون إضاءة عملية لما رحت مبارحة على القاهرة ما فيني أخذ هدات عالي عم بأخذ الجود اوكسيدة 200 اللي هو بالأساس أنا لأنه من خلفه سبيد لايت سبيد لايت سبيد لايت أنا أول شخص صورته مشهور هو كان قصايخة ولي لحد اللي أنا ما بمل منه هالشخص بصوره مية مرة وشه كتير معبر كتير وكل مرة بتصوره بيطلع معك شيء أحلى متأخذت معي سبيد لايت ما كان فيه هال تريجرينج كنت أعمل الكابل على إيدي واصلوا من الهات شو للفلاش أنا أعملوا هيك منشان أخذ أوف كاميرا لايك ما يكون آن أكسس وكذا ايه منشان ما تطلع فلات الصور وكذا وهيك فكان فيه تحدي كبير هلأ صار الموضوع أسهل شوي يعني فيك تاخد برا معك بطاريات فيك تاخد تعرف صار هيك الفلاش بس تأكيدا لحكي خاصة إذا بك تعمل فأحيانا تحب هيك شغلات أنه لعبتي الأودور كان عندي بروجيكت أنه أنا دائما لما بروح بحب أربط الشخص بالمدينة يعني بالمكان بالزبط يعني لما رحت على تونس كان عندي بروجيكت كتير كويس صورت باسم يوسف أودور صورت سولافة معمار أودور صورت صارة نخلة يعني كانوا متواجدين بحب أربطهم بالمكان اللي هنا فيه حتى باسم قال لي قلت له بك ربدي أخذك على السوق قال لي شو بنلبس قلت له تقسيده قال لي يا راجل قلت له ايه قال لي كيف كتير كونتراست شفت للصورة كتير حلوة يعرف ايه قال لي متأكد قلت له ايه طبعا كان باسم شخص نجم يعني كان فيه شرطة عما تباعد الناس أنا لحد أحصل على صورة وحدة ما حدا ملتفت عليه كان تحدي كبير كان معي زميل المصور السوري مهانة شعاره ما سكني الفلاش على البوم انه هيك كان مشروع كتير حلو بصراحة موضوع الحقوق هل عانيت من يفترض لا لانه خاصة انت عم تصور المشاهير في ستل طبعا بيقصو التوقيع بيحطو توقيع تاني هلأ شو سبب شو الفقر هيك نحنا معنا ثقافة حتى من ناحية النجوم يعني الكريدت ما كتير بيعطوه للمصور للميك أب أرتيست وللهير ستايلست ما بيعطوه الكريدت هذا كتير شو السبب مثل اذا طلعوا على مسلسل وما طلع اسمهم بيزعل كتير اصلا هو اذا ما طلع بالبوستر كتير من بين بيزعل اي الثقافة بلشت هلأ شوي شوي هلأ انت بحاجة انك تلاحقون صراحة حتى يعني اقرب الناس لك بينزلوا صور ما بيحطوا التاج صور الله غريب اي هلأ شوف انا بصراحة مؤمن على صوري يعني مؤمن انه بيعرفوني الصور بالاخير انت بتعمل كابيرايت لصورك هلأ ليش لا ما بعرف صراحة ممكن تقصير مني بس انا لم تقصير هلأ لك قانونيا انت متى ما اخدت الصورة فانت هي ملكك ككابيرايت انك تحصل على الكابيرايت تعطيك ضوء اخضر انه اذا حدا سرق لك ياها انك واذا مواقع سوشال ميدي غير مرخصة بالأساس بعرف بس اصلا انت كمالك يعني اذا ملكيتك تعطيك حقوق بدون انه افترض انت بدك ترفع قضية احدها بدون ورقة مو اثباتية يعني انت فعليا متى ما صار في ديجيرو فايل او صورة هي يعني تعريف الكابيرايت انه شيء يكون على فيزيكو ميديوم تانجيبو ان كان اغنية او صورة بدون يكون شيء ملموس او موثق يعني اذا عندك فكرة الفكرة براسك مانا خاض على حماية الملكية متى ما صارت على ورقة او عكذا صار فيك تعمل لها حماية ملكية فانا اتفاجأت افكرة يمكن انت ما بتتعرض لمشاكل اول شيء انا اشتغل لمؤسسات كبيرة يعني الحقوق هي مشتركة ما بين و بين مؤسسات ايه هذا يمكن شيء تاني لانه انت يمكن حتى كمان كميشنز تعطيهم حقوق النشر ايه في اشياء ما فيهم يعملوها مثلا الصور قبل النشر ممنوع توصل للموديل اكيد بس في شيء مثلا لما تصور بياخدوا حقوق انه احنا اديش عنا حقوق النشر انت حتى كتسعير اذا بتتسعير اوكي بهالقد صار بيحقلكم تنزلوها لمدة سنة سنتين على كل ان كان على الويب او على مؤسسات غربية ما انا هون بس في يعني انا العقود اللي وقعتها هون كان فيه هيك شو اسمه بنود هلا انت اشتغلت مع بازار اشتغلت مع فوربس في هيك مؤسسات هلا عنا اخف شوي تعرف العرب شغلة حبية ايه اخوية ايه مرة او كزا ايه وليش ما بعتلي الصور لا لا انه شغلك انتهم انك ما تبعت الصور كمان انه اكيد نزلوا برات المنطقة بس حماية لا شغلك يعني كمان ولادك او اقاربك اذا بعد عمر طويل بدك تترك لون الارشيف تبعك هذا مصاري هلا مثل المؤسسات الغربية مثل ما قلت لك برجا بأكد لك ايها في فنانين عرب طلبوا مني طلبت منهم المؤسسات الحق وانه انا اتنازل عن مثل صورة العمر رواكد مثلا منجلات الغربية نزلت كبر فاتصل فين مدير اعماله اعماله لعمر قال لي بعث لي ايميل او بعث لي المؤسسة ايميل مشان يصدق ان الصورة لمن قائلة واحد اثنين ثلاثة بس حتى بعتلي انه الروا لانه انا اول ما بشتري الكاميرا انا بتحط اول شي يعني بالمتة بيكون في اسمي ايه فهي كملكية بس اصدق اذا ما وثقت قانونيا شو دك توثق بتبعت مليون سبعة الاف سبعة الاف شخصية تقريبا بيطلعوا مليون صورة لحد الان انا عندي لحد الان مئات الالاف 24 تيرة اوكي كتير بس قصدي انت يخد مثلا صغرهم فيك تعمل كيف مثلا باللايت روم او بالشو التاني كذا المهم لنقول ان كان لايت روم فيك تاخد النسخة المصغرة مثل انه تاخد يعني مثلا بدل ما تكون طبعا انت عم تاخد صور عريضة بتكون 40 ميجا بايت مثلا لفوق بس فيك تاخد جي باق عنا ويعني اوكي تيرا هلا صار في فلاشي بتيرا بعته وانا بترجاك بترجاك عن جل طيب اوكي انك يعني assistant او كذا هاي شغلته كل الصور نزلونا ياها preview وبعتها عملها copyright بس هاي عن جد راحت بال بغض النظر انطريت ترفع قضية هاي بس لراحت البال للمستقبل انا بحسها خطوة يمكن كتير مهملة اي ممكن من حيث التدريس واضح انه انت كتير معطاء بمعلوماتك في عالم كتير تعرف خاصة هلا هذا الشي تغير مع توفر فضاء المفتوح فضاء المفتوح ايه واضح انك انت معطاء جدا من وقتك وخبرتك ويعني محب وكريم بكل شي شكرا يعني خالد صديقنا المشترك اللي عرفنا عليك حكالي واصدقاء كتير يعني كتير مدحو فيك من الناحية موضوع تعليم او توصيل خبراتك للجيل الجديد او اي حدا بيحب يتعلم هالشي هل يترى درست يعني مسبقا او هل هذا الشي بتفكر فيه او حابب تعمله ولا والله درست ايه انا نحن من درس انا عضو باتحاد مصورين عرب عضو امانة عامة طبعا رئيسه السادة دي بشعبان بجولة تحية كبيرة بس بالفترة الاخيرة ما عدا عندي وقت انا درست يعني كتير بيعطي ورش بس انا ما ببخل يعني بمعلوماتي حتى في كتير شباب بيروحوا معي بيقولوا لي تعال خدم معك بيتعلم وبحب انا هاي الخبرة اعطيها لغيري اول شي لانه انا عندي مثل ما في ناس امنت فيني انا بامن بأي مصور يعني انا ما عمقدم ما عدت اختراع العجلة شوي بيجتهد على حاله فيه يعمل مثلي واحسن بطريقة خاصة هاي شغال كتير مهمة لان كنت عم تحكي انت عن النسب او انه هي عينتين انف وتم بالاخير البورتريت يعني اوكي الا اذا في عد عين ناصر وكذا يعني عم نحكي بالعموم عينتين انف وزائد الكثير من العضلات اللي بتأثر على التعبير هل هناك شيء لا يتعلم يعني كا كا اوكي انت فيك تتعلمون كيف ياخدوا proper exposure proper composition بس هل في شيء خاص فيك غير قبل التعليم دائما انا بقول لأي واحد اي شغلة ممكن نعملها اي شخص على هاي الكوكب على هذا الكوكب فيك تعملها انت هاي الثقة بالنفس هي اللي بتخليك تعطي تصوير مهارة يمكن سقلها يعني سهل في جزء موهبة تقنيا اكيد في موهبة الموهبة شوي بتطور بس في شغلات من الله هاي يعني احيانا نفس الـ setup بغيب انا شوي بقول لحد مثلا تعال صور باي the way هاي شغلي انا بحب بحكي عنا انه نحن العرب ما بنحترم حتى حقوق الـ setup يعني ما عليش في الشغل اي لا ما هو اكيد ان هذا شي كتير يعني حابب نسلط الضوء عليه فانا كتير حابب تحكي انا كتير بعاني منه احيانا اشخاص على نفس الـ setup ما تطلع من الصورة مثل ما اطلعت معك انت لانه انت بالاساس في خصوصية بالضبط هاي الخصوصية ما بعرف ممكن هي موهبة ممكن هي من الله العين الزاوية الوجوه بتختلف يعني الشخص اذا لابس اسود غير لابس ابيض اذا مره غير اذا ربطه شعرها عنصر نفسي بحث يعني اذا قررت قررت الموديل متنزل راسه بدك تغير كل الـ setup اكيد خلاص انت شايف شيء معين بالضبط وهذا كله بنرجع على موضوع الزاوية انا يعني بالاخير في كتير كلمات هيك تقال انه مثلا بتحس العالم بتعيد عرفت كيف انه بيسمعوا الشغلية خلاص بيتقمصوه وبيحكوه كأنه هنون مخترعين بس كلمة الزاوية everyone has an angle صحيح انه كل حد عنده ميلة راسك هيك هاي بتعطي ايه شيء صحيح اذا ميلت يعني انا لما بيشتغل مع الشخص اللي عم صوره عم نشتغل على مليمترات لما بيحرك والكل بدك تدربهم مثلا بتقول له راس للتحد بيكون هون بيصير هون كيف هلأ اذا قدت لك سنطيين سنطيين مش بس بس على الكاميرا انا اللي عمش والأماني هنو المو شايفين انشان عم تشوفه فكمان بدك عنصر هال الاخذ وعطى لما تبني العلاقة والثقة بينك وبين الشخص فهاي كلها بتلعب دور بس هي عم تحقق حالة الزاوي او الحالة اللي عم تحاول تلتقطه صحيح هي شو الانسان بهذا الوجه اللي هو فيه مثل ما قلت عينتين وان فم فيه ملايين الانطباعات ملايين يعني اذا بتفرق شوي احيانا في فاصلك هو عم تضحاك ولا ما بين ولا زعلان اه كتير بتفرق وفيه ضحكة هذا فقد سوابه ولا مبسوط يعني اصدب بالنفسه يعني والحلو بالموضوع انه الفن او اي شيء المرئي خاضع للمتلقي يعني انوياك ممكن تشوف نفس الصورة انعكاسة عليك غير انعكاسة عليك بدي رجعك من موضوع النفسي شوي ولو قاطعتك احد الاسباب اللي خلتني يحب البرتري انه انا حلو المناظر الطبيعية حلو الانتسكيب بس انا بتفعل مع الشلال ما بتفعل مع الغيمة رأت كيف يعني الوجه البشري اكتر اكتر اوبجيكت مية بالمية بيحرك فيه لحظية لحظية انو مثلا اذا شفت منظر حلو بتحرك فيه شيء لا اكيد مية بالمية اكتر حدا بيحرك فيك جرعة المشاعر هو الوجه البشري يعني حتى لما كنا نفوت على البيت نطلع على ابونا اذا هو شو الانطباعات بنقراها لو معصبة لو زعلان يعني انهنا طراء جيدين للوجوه مية بالمية وهذا نعكس على شغلنا اي شيء صناعي على الوجه بما فيه عملية تجميل بيخلق حاجز عندي انا كمصور حتى العدسات اللي اللي أصقع يعني ما كتير انا في مبينة بين الشخص لما أبرر حتى بالريتوتش لما بكبر الصورة على الكمبيوتر عم تبني جدران عاجز قدرتك على على اسقاط هذا ال ال مع الواقع انه سألتني مين ما عجبون صورتلك اثنين ثلاثة هذول اثنين ثلاثة بالأساس انه كتير شغالين على وجههم اي اوكي يعني هو ما مقتنع يعني هو بالأساس ما مقتنع بوجه كتير فأنتي ما بتقنعه لأنه عم يشوف شغلي كل يوم هو غير مقتنع فيه للأسف هاي جورة يعني أوبير عميق جدا وقد يكاد ان يكون غير لا عم يتفاقم غير نهائي شوف هي تصوير انا برأيي امانة اي تماما انا سلمتك سلمتك حالي امانة هي امانة مثلك مثل الدكتور النفسي مثلك مثل الدكتور السنان اي لأنه يعني اللي ما ترضى على حالك ما ترضى على الناس فبتحاول انت تطلعوا بافضل صورة يعني انت حريص انت الاخير انا ماني باباراتسي انا مصور بورتري احاول اعطيك عمل فني بحاول اطلعك باحسن صورة يعني هي مهمتي الاساسية وانا قادر عليها يعني بس في احيانا في شروط بالنشر انه في سبونسرز احيانا في تياب في شكل لازم يكون ضعيفي لازم يكون المشهور هذا ضعيفي شوية عم يلبس تياب بدك تعرضوا باحسن صيغة حسن المظهر يعني ضروري ولكن انك انت تغير تعطي مثلا اشياء انت ما موجودة هاي مشكلة كبيرة فاديش الواحد يكون متصالح معها وانه هذا انا كتير بريحوني كتير راق اي انه بدك اعمل لك شي اكتر لا 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 خليني مثل معنا في باطن بيوت مثل عمل لي هيك شي اللي هون تجهيد تعرف نحنا من الداعة جسمنا نكبر بالعمر بصير فيه تجاهيد ننصح شوي اوكي يعني فيك تقوله بس ما فيك تغير كتير لانه بالاخير كنت مأتلك انت مصور صحفي وانت عم توثق حالي صح عم وضوع التوثيق يعني انا لما اجيت على الصحافة شفت في فراغ ما بين ما يكتب وما يصور كيف الغربيين كلهم تلاقي تروح على اي ممثل تلاقي من كل مراحل حياته متصور بس بتمنى مثلا نشوف نهاية قلعي بورتري هاني الروماني عم بحكة بتمنى نشوف صورة كلوز اللي عم كالسون بدي اتفرس بوجه ما في صورة لا كتير قريبة فيني شوف هذا الوجه الجميل هالوجه الصوت اللي أنا أطربني خلينا نقرب شوي صح لأنه كان كتير طبعا بدل ما يكون يعني كدقة يعني كان ستاندرد ديفينيشن هلأ ما بنا نشوف 4K بس قربونا شوي مسلا من ناحية الإضاءة من ناحية أنك تحصل على صورة فيها كواليتي يعني البورتري شغلة كتير عظيمة يعني بالفن بورتري بيحطوه على العملة بسقوه بسقوه على العملة خالد البورتري خالد صحيح الشيء it's very iconic أنا هذا اللي كمان شدني للموضوع لأنه فيه شيء بتحسه خالد يعني بيبقى يعني صحيح تاملس متوثق مية بالمية I love that about photography وهذا اللي شدني للبورتري عندي مليون سؤال سألك يا واضح أنه مثل ما ذكرت والدك أثر عليك إيجابيا فيك تذكرنا فيه مثلا مثال أو موقف أو شيء كان مفصلي علاقتك بينك وبينه إن كان تشجيع أو يعني فيه شيء قابل للذكر كثير يعني أنه تلاقي حدا يآمن فيك هاي كثير مهم يعني أسريا شو ترتيبك بين أخواتك التاني أوكي هل ترتيبك مثلا لو أنت الأكبر كان أثر كان غير أو لا هلا علاقتي بأبوي أنا بصراحة المفروض تكون كثير سيئة عرفت كيف لأنه أنا إنسان متمرد بس رغم هذا هو كثير آمن فيني يعني بتذكر أنا بالخط العربي هاي بيحكي للتاريخ اشترى لي الست تبع الأقلام بخمسين ليرة يوم تكررت بالموظف ممكن ثلاثمية ليرة يعني مبلغ كثير كبير حتى بتضيع نشوء مجنون كيف تشتري بالخمسين ليرة قال ما هذا بجدلي عرفت كيف بتذكر يعني في واحدة من المرات أنه طر يبيع هو بيحب الصيد بتفاجأت أنه كان فيه شغلي أنه ووركشوب أو شيء باع البارودي ودفع للرسوم عرفت كيف فهو أمن فيني كتير يمكن هذا الشيء أنا حمالي مسؤولية كبيرة أكيد يعني هالدعم خاصة بظروف بفترضة كتير كانت قاسية صحيح صحيح أخواتك كمان كانوا ميالين للفن أو مين أخواتك عندي أخوي مهند بيحب الرسم أوكي كان يقلت فنان ما كنت أعرفه بعدين أعرفته صار صديقي لأخوص فوانداحول أوكي طيب هل شجع من قبل أبوك مثل ما أبوك دعمك أعطى الكل فعليا أبوي كان يعني بيفكر دائما خارج الصندوق يعني كان كتير يجي بنا كتب كان يجي بنا كتب كتير يعني عنا مكتب كتير ضخم بالبيت كان يحب لنا نقرأ كتير وكان يتسمع لنا كان يحاولي ثقفنا كتير ثقتك بحالك واضح يعني هي عنصر كتير مهم بشغلك يعني واضح أنك الصورة واثقة من حالها وانت شو منشأه شو اللي عززه أكتر الشيء بتوقع هي مثل ما أنت زي ما بحكي بشغلي هي ثقتك بنفسك سبب الخبرة أو تمكنك من شغلك أنا هيك بشوف يعني أنا ما عندي فرق إذا بصور رئيس دولة ولا إنسان عادي ولا ممثل كبير ولا أي حدا يعني هاي الرجفة من زمان ما موجودة يمكن أول مرة في عالم أنه والله ما كتير ما بعرف ليش في عالم أنه خلاص مرة مرتين بتعودوا في عالم بعد مرور سنين كتير ما بتعودوا بعتقد هذا الشيء بيعود للشخص ممكن 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 الجرأ هاي هيك شوال إلا واضحة بس ضرورية إلا واضحة وهي عنصر بعتقد فتح لك بواب كتير لأنه لأنه خفك بقيدك مية بالمية وخاصة يعني موضوع أنك تلتقت صورة حدا يعني قد ما حاولت إشرحها أنت أكيد بتفهمها مية بالمية يعني بدها ثقة مطلقة عرفت كيف أنا عم سلمك حالي عم سلمك صحيح يعني أنا اتفاجأت أنه لأي درجة هي شغلي خاصة وكتير في عالم خاصة الأشخاص اللي ما عندها ثقة يعني مثلا الأشخاص اللي مثلا ما عاجبون أنا بزعل مو شفقة عن جد بزعل على هيك أشخاص لأنه مو قدرانين يشوفوا حال مو قدرانين يشوفوا الجمال اللي موجود فيهم يعني يكون في مليون سبب ما بدنا نرجع على طفولة شو ما كان السبب فهذا عم ينعكز فنحن بيطلع بيطفوا على السطر تماما فثقتنا عم بتريحهم صحيح لو ما كنت واثق من حالك الأشخاص اللي عم تصوره ببساطة ما رح تكون عرفان شغلك يعني في ناس هذا ممكن أكتر وصف مناسب أنه تركوا عرفان شغله أحيانا بيجوا المشاهير معهم مدرأة عمالهم بحولوا تدخلوا بيقولوا تركو لأنه بيعرف شو عنده بيعرف سلوكك أنت بالست كيف عم يمشي أكيد هاي الثقة دائما بتريحه كمان لأنه هنو قلقين أنت عم تقدم إيميج والإيميج إذا سيئة كتير بتسيئله خاصة إذا وصل لمرحلة ما هت فيه يرجع فيه صح يعني كيف وفق على الفوتوشوت أجه لبس تورط طلع المصور ما عرفان شو بديشتغل صح فالخطوة اللي ورا كتير صعبة فهيك بتريحه كتير أكيد هلأ قديش واجهت تدخلات خارجية لما يدخل الشخص اللي بدك تصوره إن كان مشهور أو غير مشهور عفوا إن كان فيه مدير أعمال أو الجهة العامة تدخل خارجي قدران أنت تاخد تقول لهم خيو هاي علاقة بين وبين الشخص اللي هم تصوره تركونا يعني عانيت من هيك قصة ولا كيف تتعامل مع هيك موانع قدر الإمكان لأنه نحن بتعرف بالشغل بالمؤسسة بدي يكون عندك مود بورد بيكون عندك ستوري بورد بيكون في عندك آر ديركتر نحن زارة الخليج عندنا آر ديركتر كتير شاطر اللي هو فاطمة هلال زميلتي أنا بفتخر كتير بالشغل معها هي بيكون في عندها كل التفاصيل بدي أول شغلة مهمة كتير إنه الفوتوغرافي بالمجلات هو شغل فريق أكيد المصور هو جزء من هاي المنظومة بس في ناس كتير مهمين معاه يعني الكفر لما بيطلع أنا ما عمله مصطفى عذاب لحاله في كتير ناس اشتغلوا فيه لما بيكون في عندك خطوط أساسية أحيانا تتقاطع مع هذا السيليبراتي إنه هو أنا ما بعمل هيك منحاول نقنعه طبعا تعرف أنت خاصة نجوم الصف الأول شوي صعب اقنعه صعب أنك تقنع سويسا بدر تطلع بهذا الشكل الاجي الشكل الاجي الأخير طلعت فيه بس كتير طلع حلو عليها كتير وانبسطت هي بالمقابل بالنتيجة طبعا علما أنه كان في تردد طبعا وهذا أي شخص بتطلع بهذه الطريقة دائما في جدل بالسوشيال ميديا أنه ليه كيف طالع ليه كيف لابسي هاي ما مستحيل تقدر تحل أنت ما فيك تنجر وراه هذا أصلا لا تقرأ هذا الحكي صورنا كفر يارا من يومين أنه كان من الشجاع أنك تقطع الكفر سايد وقفي هيك منتصب التقامي مثل ما بنقوله لابسي هذا اللبس القوي لابس كيف الأصفار أنه كيف بتضحي ليش ما طلعت وجهها يارا أنه كيف بتضحي بكل هالشي وما بتطلع وجهها على الكفر بس اوكي هاي كلاسيكيات للمجتمع بالضبط اي يعني فيه مفاهيم شوي هيك بتحاول تكون ممانع لها عندك سلسلة صور بتحسها جريئة أو متمردي يعني هل حاولت أنك تعمل شي لأخذ العقلية أو الثقافية المحلية لمحل خير اللي نحنا تعودنا له شي أو هل تسعى أنك تعمل هيك شي هلأ للأماني أنا من أول يوم يمكن أنا لقائي برجع لابراهيم توتنجي أول شخص يعني تعاملت معه وعطاني الثقة هاي يمكن أقصر لقاء كان خمس دقائق لقاء التوظيف بعدها بخمس دقائق خلاص قبلني كان هدفنا أنه نغير هاي العقلية ثبع أنه المصور هو الشخص اللي بيمشي ورا المحرر يعني المصور ما ننجم كتير الصحافة العربي خلينا نكون واقعيين عم تتغير الثقة في شي طبعا أنا بالبداية لما كنت أخذ الست معي ست الإضاءة لا لا أخذه معي لحد الآن بعدتل يعني كل الناس يضحك عليهم جيب الكاميرا والفلاش الصغير ما عرفاني شكرتين ما فيني طق صورتين بتذكر أول فوتو شوت كان أنا كنت هيك باني الشخصية فالمحررين اللي تحت أنا اشترات مع محررين كتير أنا بفتخر فيهم يعني زملائي عبادة إبراهيم مثلا علي محدين بهيج وردي ردي يذكر أسماء الله حياك الله رنجد رشا بدر الأشخاص اللي بيذكروا عالم غيرهم أخي والله جزء منهم هذول جزء اللي صنعوا مصطفى عذاب هذول الأشخاص هذول اللي صنعوني أنا يعني أنا ما صنعت حالي بالأخير كان يوم متى فوتو شوت لأحمد مكي رحنا ولا مؤتمر صحفي ما صورته وزعله شو جابوني بدون يرد لتولي لا أنا بصوره لحالي بيرو على جنب بصوره أنا جاي بدي صوره كفر أنا ما بصوره مؤتمر صحفي وهو نيكول سابا هيك الحال ما باخد صوره بياخذ بتبين باباراتسو ببين لا غير واجهت صعوبات بالبداية أنك أنت ترجع بلا صور بس أنا كنت بفضل أن أرجع بلا صورة على أن أرجع من صورة عادية بصراحة ما في شيء مميز واضح أنت ذكرت ببداية الحلقة أنك حابب تاخد شيء للمدى البعيد صحيح بعدين أنت هي الصورة صناعة بتاخد وقت بتاخد جهد كثير مكلفة الصورة جهد مكلفة جدا حجز اللوكيشن حجز المواعيد أنك تجيب شعر جيب مكياج تلبس تاخد معك العدي كلها أو دور شو ممكن ينعمل محليا حتى يصير في توعي أكتر بما يتعلق بأهمية الكادر أو الأشخاص اللي عم تشتغل لتطلع هذا الشيء لك أول شيء بدي أرجع هو مشاهما بين تقليل بقيمة الصورة الصورة ما فقدت قيمتها من أول يوم لحد الآن من أيام نبس من أول ما أخذ صورة البلكون لحد الآن الصورة ما زالت متربعة على عرش الميديا يعني طورت السوشيال ميديا طورت تلفزيون طورت السينما بس ما زالت الصورة لها مكانتها وأنا بتنبأ يعني أنه يمكن كمان مية مئتين سنة الصورة ما تفقد الشيء هذا الصورة حكينا من شوي عن موضوع الحقوق الصورة طبعا هي ما بتقل عن أي عمل فني من ناحية الحقوق هي مانا هالضغط المجاني اللي تلك عليها هي جهد يعني جهد مشترك من فريق عمل صحيح كبير نحن كما قلت لك العرب أنه ما عنا هالثقافي هي تبعها الحقوق الملكية بس هلأ بدأ شوي شوي صار في ناس تطارد الناس تشتكي عليهم هي أنا شفت أنا بصراحة ما عندي مشكلة دائما الشباب الماسكيلي السوشيال ميديا بيقولولي أنه فلان نزل صورة وقاصص توقيعك I don't care بصراحة بسياسي هاي سياستك اللي بتريحك أنت رضي أنا عن حالك ليك بالعموم يعني تتفاجأ في عالم بتبلش شيء كل ما كبرت بيزداد التواضع عنده وفي عالم بالعكس تواضعك بيعكس مين أنت كشخص أنت متسالم مع حالك عرفت كيف بالأخير رح يعرف صورتك رح يفوت على صاريك بكرة رح تزيد من قيمتك ولا رح تشيل من قيمتك يعني أصدق أنت كتير متصالح مع الموضوع عرفت كيف وأنا مانع عم بقول أنه هيك صح وهيك خطأ صحيح واحد يلحق الشيء اللي بريح حقه اللي بيت عب الصورة لازم يلحق أنا ما بلومه أبدا خلينا نرجع على شق الإضاءة لأنه هو عنصور كتير كتير مهم أنا أول ما بلشت نحظيت طبعا مثلك كان في عندي رفيقة صار رفيقة بعدين مصور كتاب له أنه إذا بدي بلش تصوير شو شو لازم أعمل قل لي بلش بضو واحد and master يعني تبع عرف كل حالات هذا الضو بتعرف أنت أول ما تبلش بتحس أنه طيب بس بدي صورة هيك هاي بتحس أنه بدك 30 ضو على 30 شغلي بعد ما لفيت ودرت هلا أنا استخدامي كله اعتمادي كله على ضو واحد فهاي قلت خبرة الواحد بيصير خبير شو المسيرة تبعيتك إضائيا كيف بلشت كيف تطور وكيف بسط إذا تم التبسيط هلا أنا بلشت كتير كلاسيكي بالإضاءة ولا زلت أنا ضوي three points بعرف كل اللايت وبعرف شو بيلبق للوجه طبعا بعدهم على السريع مثلا split light كthree point عم تعتمد على key light fill و hair light الـ hair light لأن الريم لات عندي ماين لات آه آه أنا ما بضحي فيه يعني أنا حتى أحيانا بفكك بفكك الست تبعي قبل ما اروح على أي مكان فعندي بالحوش بالفيلا بركب الست قبل ما روه على أي مكان لأنه رحت على مهرجة القاهرة السينمائي بدي قرر شو بدي أعمل هل مرحي دائما بلاقي حالي أنه أنا ما فيني ضحي بالباكلايت اللي بينزل لورا ما فيني وظيفيا هاي بدت بلزامك شو ستاند الزيادة وهيد الزيادة وستريب سوفت بوكس زيادة شفت قدي زاد عندك بس دائما مرتي بتسأني أنت بحاجة كلها العدي هاي اللي معبي السيارة دائما بتسأني السؤال هذا الديتيلزة الصغيرة مهمة جدا هاي بصمتك بعتاد إلى علاقة ما ما فيك أحيانا بعرف حالي وين أصرت عند الناس ما بتلاحظ بس بعرف أنه بهذا الفوتوشوت أنا ما كان عندي لايت إضاءة آخر مرة لما صورته محمد رمضان كان المين لايت هو الباك لايت يعني ضربته فلاش من وراء وعبى من قدام كان في عنا يوم متى مشكلة كان محمد مستعجري شوي وكانت الأوتيلايت بلاشت تسكر وتصورنا تحت يعني في مقهم سكر وكان في مطر فصورنا حتى إذا بالصور إذا فتحت الصورة شوي بتلاقي على الباب حتى الصور اللي نزله هو محمد رمضان فكان المين لايت هو الريم لايت اللي جاي بيظهره بالزبط ما كان عندي غير طولايتي بس رغم هيك حاولت أشتغل بما أمثلك من عدة يعني فأنت فعليا ما اعتمد هل ست؟ ما في ست معين هل ست معينة ثري بوينت مثل ما بيغض نظر عن مكان بوترفلاي بيوري أو سايدلائت أو كذلك هيك بيضوه بالأخبار وبالسينما وبالتلفزيون كل أساتذتنا اللي تعلمنا منهم الإضاءة يعني أنا بضوي منيح أنا هيك يعني متهم متهم أنا بضوي منيح أول سؤال بفوت عليه بالست خاصة باللوكيشن أو الدور سؤال كبير منين بدي ضوي هذا كتير سؤال مهم خاصة إذا في عندك أمبيانت لايت يعني المين لايت هو ما عندك إياها بدك تمكس بين الفلاش والأمبيانت لايت هلأ بالستوديو أقل شوي بالستوديو دائما ترجع ترجع للأساسيات ما في مشكلة بس موضوع كيف بتضوي كتير مهم أول شي الوجه شكله نحن وجهنا نصف كروي فيه عينتين وأنف والعين موجودة بمحجر فإضاءتها طبعا في أساسيات فيه أولويات بإضاءة الوجه أول شي العين لازم يكون فيها كاتش لايت الشيوخ الكار بالإضاءة الأدمين بيسموا عينه طافية إذا استأصدت غيابة بدو يكون لغاية ما كيف هون إلى وظيفة بعينة بس بالعموم بيقولوا روح طريق إلى الروح هي عبر العيون صحيح لازم يكون العين شارب لازم يكون فيها كاتش لايت لازم يكون ضواي كويس هاي أول شي أنا أحيانا ببالغ شوي بالكاتش لايت أنا بحب هذا تبع الانيمي إفكتي اللي فيه باستخدم رفلكتر ثلاثي معا شو اسمه أحيانا بيقولوني أنه بتبالغ شوي فيها بس أنا بحبها يعني بريق العين بريق العين هيك بيحسسنا أنه في حياة شكل الوجه بيفرض عليه كتير شغلات الإضاءة النسائية غير إضاءة رجالية أنا بحب البتر فلاي نفس الإضاءة اللي مضوي فيه أنت الكلامب شيل مع الضيف تفويزر تحت أول شي بيعمل كونتور للوجه طبعا أزو ضعيف الوجه أما الوجه إذا شوي مليان فهي مشكلة كبيرة البتر فلاي بفضله لأنه بيحبوا الموديلز بصراحة بيبين وجهن كله منور أسرع الطريقة لتطلع حالي حلوي فيه برافا عليك ريحتني صحيح بس أنا شخصيا بحب الرام برينت أنا بعتبر الرام برينت هو شخص عبقري كلاسيكي كلاسيكي فيها 3D بالوجه تجسيم واضح حتى لو الصور صغيرة يعني كوالية الصور أشرح للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو الرام برينت علما أنه بفترض أنه معظم اللي رح يحضرونه يمكن حريص إذا بلشنا من الصايد أنا بلش بسبلت لايت اللي هو بيقسم الوجه نصين مثل صورة مظفر النواب الشهيرة الموجودة على الإنترنت اللي هو نص الوجه مضوة ونص الوجه دارك هو ضاءة مسرحية دراماتيك شوي كل ما لفيت شوي بيبلش يضوي الصايد الثاني بتشكل عندك مثلثون والعين لازم تكون هايلايتد يعني هاي منسميها رام برينت اللي هي 45 لتاحت و45 لتاحت وحده بيقول أنه رام برينت كان عنده بالمرسم فيه طاقة فوق هي اللي بتدخل الضوء بهذا الاتجاه فكان بيرسوم بس هي فعليا أفضل حد يعني إذا بدك تأخذ كدفولت هي اللي يعني بتعطيك يمكن 90 ل95 بالمئة من النتيجة اللي بدك صحيح بتروح شوي لأدام بيصير عندك اللوب لما التحت الأنف لا هذا البتر فلاي البتر فلاي اللوب لما الشدو شوي بينفصل عن نزاوية الفم اللوب هذا من لاقيه كثير بالإعلانات بالشارع اللوب هو أفضل حالة ما بين البورتري النسائي والرجالي أنك تبين يعني هداك الرام برينت رجالي شوي يعني بيأكد على التفاصيل تعرف النساء ما بيحب تأكد على التفاصيل كتير لما بتروح لأدام تماما بصير عندك شي اسمه باتر فلاي اللي بيضو فيها الأخبار على الأغلب يعني هي إضاءة أمامية بتطلع الوجه متناظر بتأكد على الكونتور إذا الشخص ضعيف إذا رحت لفوق شوي حدا بيسميها لما بتغيب العين بالمحجر بتصير كتير دارك هي بدأ شجاعة بصراحة لحتى يقبل الموديل فيها أنا بحبه كتير عملت مشروعي كامل في ناس طلعوا نحن طلعنا ما نخوف فيها بس سوي بالأخير هي حالة الإضاءة كتير مهمة بالإضافة لنا بتضوي المشهد تمر الشابينج للوجه وهذا الشيء كتير أساسي بس بتفرق كتير بالمود يعني ما تتوقع أدى الشخص بيفرق ما بين إضاءة وإضاءة تانية أكيد هل جربت أنا لأن اشتغلت مع سينماتاغرفر بأمريكا اسمه شين هيرلبوت عمل العديد من أفلام السينمائية بهاليوود عنده تكنيك هلأ يمكن أنت على التجربة ممكن تشوف وجه الشخص وتعرف شو الإضاءة بتناسب هذا الشخص أكتر الشيء الحلوب اللي بيعملوا الشين بيجيب بيحط ست وبيحرك بيدور لا حتى ياخد أحسن حالي لهذا الممثل وبيحاول قدر الإمكان ضمن البلاكينج أنه يصور خلال الفيلم كله بالإضاءة اللي بتناسبه أكتر شيء طبعا ضمن الناس ضمن الدراما إذا فرح شيء إذا كذا أنت لما بتشوف الشخص إذا مصور معه من قبل بفترض أنه خلاص بتعرف صرت الحالات الأنساء درست وجوه الأشخاص لدرجة أنه صرت تعرف أنه يعني قدران تصنفهم أنه في عندك ست سبع أصناف هذا بيبقلوا هذا بيبقلوا ولا لساعتك قيد التجربة نوعا لا على الأغلب أول ما بتشوفه أنا من ناحية الشغل يعني لما بيجيني order لشخص ما بعرفه على الأغلب بعمل ريسيرج عنه أول شيء ببحث عنه بشوف كيف شكله لأنه شكله ممكن يوحيلي بشيء معين سواء من ناحية الفوتو شوت كامل أو من ناحية الإضاءة زا بورتري بس على الأغلب هاي اللي عم تحكي عنه التعديلات البسيطة الطفيفة اللي بتصير هي بتصير عن سيت يعني بتحرك شوي بأرضاء ايه حسيت في شي غلط بترجع بدك هي هارد لايت بدك هي سوفت لايت أحيانا بتبدل الموديفاير مثلا بيكون سوفت بوكس بتحولوا لشي تاني في أشياء بتفرض حلا بس على الأغلب بعرف شو اللي بيعجب أغلب الناس اللي صورتهم في مخرجين أو سينماتاغرفرز أسروا على شغلك يعني ممكن تقول أو بتحب حب تفرج كتير على أفلام السينما كيف ضوه كتير بحاول تدور كيف تمت إضاءة هذا المشهد تعرف هو علم كتير كبير بحر ومهم كتير أنك تعرف وأهم شي إنه ما يبين معقد يعني كل إضاءة بتزيد عن ثلاثة هي مشكلة كبيرة يعني بيبلش في عندك على الطاولة مثلا هاي حلاوة شي إنه دائما بيشتغل إنه في إضاءة من عند الزوايا بس دائما بيحاول يحافظ على خلال أفضل إضاءة أقلها أكيد وأفضل إضاءة إنك ما تبين إنك مضوي عيني عليك تماما هي هي إنه في شي بيقول motivated lighting يعني في ضو هون بدك تبين كأنه هذا الضوي اللي عطي الضوي يعني ما تكون supplemented lighting وهنا مصاصي شغال كتير وبحر صحيح وكل شي بيعطيمون وكل شي يعني يلا أنا يعني الإضاءة كتير كتير بحبها أنت ميال للdaylight أو التونغسون أكتر للدافئ أو البارد والله بلشت بلشت باللون بالألوان الباردي الأزرق والسيان والتيل هلأ ما بعرف الميال ما بعرف المود عندي تغير بصراحة صرت ميال للدفئ أكتر أنه شوي يعني ادفع التنت والويت بالانس على الأصفر هيك حتى بتلاحظ إذا رحت لإنستجرام عندي بتلاقي فيه وارنس شوي أنا بحس أن الوجه لازم حتى نحن شبه وشك مخطوف ليش مزرق عارف كيف هذا له علاقة ووجهكم مورد اللون الوردي دايما مرتبط بالصحة وله علاقة بطبيع يعني إذا شخص لونه حنطي بلبق كله بلعب دور والعاكس طبعا السمر أحلى شيء على الإضاءة يعني الشخص ضو بيحبه بيموت علي أنا كتير محب السمر دائما تلاقي أول شيء فيه بيأكد على هذا التكسير والشير كقاعدة بعرف في عندك مثلا الدهبة وعندك الفضة شو الألوان البشرة اللي بيلبق لشيء مقابل الشيء التاني هلأ فيزيائيا الضوء بيأخذ خصائص السطح اللي بنعكس منه دائما يعني بنوصف أنه وور مثلا أنه هارش أنه صوفت فيه خصائص لازم يعرفها اللي مصور السطح اللي بنعكس منه والسطح اللي بيمر منه كمان كتير مهم ديفيوزين كمان كتير مهم أنا ما بحب الملتي كالر بالإضاءة بصراحة يعني حتى إذا في عندي إضاءة تانية بدأت تدخل على الفلاش موحدة الحرارة اي بالزبط أنا بستخدم الفلاتر اللي هي بتعمل color correction هاي بالبداية أنا ما كنت عارفها لما كنت صور مثلا مصور event بالمسرح بتلاقي أول صف وصفين زرق نيونات وبعدين عندك شمع مضربين بفلاشك اي اي بعرف بس أظه فيه mix lighting بصير بالزبط فلاقيت بعدين بعد جهد يعني لأيت أنه أفضل حل أنه أركب على فلاشي لون أصفر طبعا هي موضوع كتير كل شيء صعب بس هو هيك كان واضح أنت عندك خط عريض يعني أو نمط أو بصمة في شيء حابب تجربه لسه ما قمت ب والله هلأ عم حاول دخل wide angle شوي بالصورة يعني أنا بيوم من الأيام كنت بعتبر أنه العدسات العريضة بتشوه الوجه بس أنا شوف في التجارب ناجحة بصراحة في عالم هلأ trend شوي أنك أنت تدخل الإيد تبين أكبر من الوجه أو مثلا الساق أو الرجل بتبين أكبر trend شوي هو هيك جريء هي بتطلع عن الكلاسيك ديناميكية شوي أكيد أكيد فكرت تأخرج كونك والله ما كتير ما بحب الفيديو بصراحة بشتغل فيديو بشتغل عندي أحيانا بيجيني أوردرات بشتغل فيديو لقاءات وهيك حتى بلقون أعمل لقاءات بس ما كتير يعني بيستهويني أنا بحب الصورة صورة أي بحب بحس أنه فيك تختصر فيها كتير يعني شغلات يعني معنى سهل الصورة عندك لنفترض أخدت 500 ألف صورة إذا بدك تغرب اللون هل عندك عشر صور بتحسن هدول أكثر تمييزاً عن البقاية أكيد بس على الأغلب يعني كلهم ما بدي أقولك ليش شيء كتير أنهم كلهم مثل أولادي وعزيزين هاي بفهمها أي أحدا بيشتغل بالكوير شيء شبيه بس في أشياء هيك شهر طالعة خلال عملي يعني بعتز فيها شغل بعتز فيها أو رضيان عنه أو في شغل بيكون عادي يعني فلات مع غير شو القاسم المشترك بين هالأعمال اللي بتحسن أكثر تمييزاً أحياناً قيمة الشخص الموجود بالصورة أحياناً بصرياً بتكون الصورة كتير مميزة يعني بتذكر أنا في أحد البرتريات اللي أخذتها يمكن هاي الوحيد اللي كنت متوتر فيه صراحة شو سبب توترها؟ ياسر العظمة يمكن لأنه الشخص أول شيء قليل ظهور بالميديا كتير يعني مثل عادي الإمام لحتى تصوره أو مثل عمر الدياب لحتى تصوره بدك مئة معاملة مم معاملات رسمية بدي يكون فيه ثقة وكذا طبعاً صديقي الفنان السوري مهر مزوق هو اللي بيمثل شخصية ملسوم بمفتحها سمسم تعرفوا معه هو وعدني قال لي معك خمس دقايق كان نازل من غرفته بالأوتيل وضعب بالشنط ورايحين يعني فأخذت معي عملت جنب الأسنصير أحطيت أخذت أثنين يساعدوني على السريع أول مرة كنت يمكن هيك شوية متوتر بصراحة صورتوا شي عشر بورتريهات أو 12 بورتريه هذول كتير بفتخر فيهم يعني دائماً بتذكرون نور الشريف الله يرحمه كمان كان قاعد عم شرب قهوة فطلبت منه بيشرفني أن يكون صورتك عندي بالأرشيف فأهم معي وعطاني ممكن شي كمان شي عشر صور كتير بفتخر فيهم قدرت تتفاعل معهم من حيث شو يعطوك كاللوكس على الأغلب على الأغلب يسألوك شو بدي أعمل أنا ما بطلب منه إن شاء الله كتير كريزي بصراحة يعني بعضهم بطلب منه بس شو أكثر شغلي حسيتك كريزي من حدا ما كنت متوقع يعطيك علي سليمان علي سليمان مجنون ممثل هو هيك بس بنقول حدا بالتمثيل بالحياة كتير هادئ وعطاك شي حسيته كتير خارج عن الشخص أحملت في شاوي أحملت في شاوي كان صديقتي سامار ياسين وجهلة تحية هي كان بشركة الإنتاج قلت لأ بدي أحملت في شاوي يشلح تصور الوشم كان واعد مصور صديقه أنه يشلح كامل فقال لي لا خلاص طلنا على الغرف اللي عنده كان يوم متى بلش مسيرة الوشم طبعه أنا كتير بحبه الأحمد على أنا ما نضد الوشم أمي واشمي كيف نحمي وده نوش بحب الوشم بس ما كان ناجح الوشم عنده كنت بتمنى أنه يكون مانو صحيح حدا لأنه ما كان كتير فصورته هاي من الصور المميز اللي كانت حصرية حلو في أوجه تتمنى تصوره لسه لا ما قدرت مثلا كتير طبعا أعطيني بس الكون محمد منير ما لحقته بتونس راح يعني راح بسرعة بس من الأشخاص اللي بتمنى صورهم طبعا في كتير أشخاص بتمنى صورهم وفي كتير أشخاص بتمنى رجع صورهم بس محمد منير يعني هلأ تارجت عندي حلو بدي لك شغلي محمد ثروت هو ممثل مصري سمعا بالاسم ما مانه استنيتوا أربع ساعات من يومين بالقونة قال لي أنا طالع على الغرف وراجعت استنيتوا أربع ساعات كان مع أسامة ألفة صديقي محرر عننا بزهرة الخليج صحفي المعروف استنينا أربع ساعات مشان صورة وحدة عجبني شكله الخواتم اللي بييده وشان بعته هيك في أشياء في أشكال بتستفزك وفي أشكال بتشوها بعضها شو السبب شو الشيء كاركتر في أشخاص قراءتك للشخص هلأ في شغلة مهمة كتير أنه المصور بصراحة لاتنكون مثقف لازم عنده الصورة تستحضر عنده صور أخرى يعني بتستحضر عنده مشاهد أخرى خزيني أنت عم تخزن كتير ومو بس أنا المشاهد حجم المشاهد العالي عنده حملك مسؤولية كبيرة صح ما عادي تفاجأ بشيء بدك صح بدك تواكبه لشوف كتير صورة الميدة كتير في صور في جلسات تصوير بتطلع فلحتى تقدم شيء مختلف على وكرة تشغل كتير صعب فالأشكال هاي والأشياء بتستفزني أنا بحب الأكسيسوريز بحب بحب الطوائب الصور بحب النظارات كتير يعني أنه تطلعها أنا بحس الجزء من شخصية الشخص أكيد أديش حضران أفلام بمنشأك هل في شيء أثر على الاتجاه اللي أخدته أنت بصريا والله أنا خريط من عدة أشياء حابب أعرف يعني مثلا يمكن ما يشبهه بعض بس إذا فيك تقول مثلا أنك مثلا ستيف مكيري أوكي بيعجبني زاك كان يعجبني بأسلوب زاك أريس أي الفرق بيناتهم مختلف واحد يعني راوي للقصة والتاني يعني بيشتغل بطريقة مختلفة على الكونتراست وعلى الشادوز هدول اللي يعني بيخطروا لي حاليا صراحة متأثر فيهم بحب بشوف كتير أغلفة مجلات بس الأهم من هيك أنا بحب غلاف الألبوم الأديم اللي هو الاصطواني هذا ما بعرف ليش وقف أول شي هو الفورمات تبعه مربع ما في كاميرا هيك بدك تعمل كراب يعني هلأ ما في ميديم فورمات في لا فورمات ما في ستة بستة هلأ بعرف الميديم فيه 645 فكنت أتوقع فيه 6x6 فيه 6x7 أي وفي شو الأكبر منه الاربي 67 هي المامية 6x7 أي وفي عندك 6x4 5 البينتاكس والبقيات 4x5 اللي عندي 4x5 أي الـ 4x5 يمكن الأقرب أقرب المربع حالي أشياء أنا بحب هذا البلاد والفوجي لأنه أنا أقرب للمربع بصراحة المربع أنا بحس النيكون والكينون 2x3 كتير مطاولة يعني حتى أرفع من ورقة الـ A4 حتى بنواجه المشكلة بالكافرات عندنا كتير يعني زملائي بالتصميم الـ Space اللي بدك تحسب بحساب اللي بنسمي الـ Editorial Space نحط النص والأصاص وإسم أحياناً في صور للأسف أخذناها بس ما كانت صالحة لأن تكون كفر فبدك تحسب بالحساب بس غلاف الألبوم هو مربع المربع بيشبه شباك يعني هيكي الـ Composition فيه قواعده مخطئة ما في قاعدة أثلاث لأنه أنت ما ضل عندك في طوله عرض بس للـ Portrait أنا بشوفه أنسب شي بتحب المربع ما تفعلياً أنت كتير بناسبك جاء وإنستغرام إذا هي بالضبط أنا كتير لما نزل إنستغرام مع أنه أنا دخلت عليه متأخر وأنا كتير يعني كسول بالـ Social Media ما بنزل كتير بس Polaride الفريم هذا المربع كتير بحبه ما بيعزبني وبتاخله بعين الاعتبار لما تصور بغض النظر أنك أنت عم مولف مربع أكتر لهيك أنا بحب الـ Medium Format أنا هذا التسعب 16 كتير بيستفزني تبع السينما هذا الرفيع أول شي أنت مجالك البصري كإنسان ما نو ما نو هالأد رفيع يعني بيقضلع يمين ويسار لحد تشوف دفع هلأ بيعطي جمالية خاصة مع التلفور يعني قعدت الناس بالسينما كتير رفيع وبينحف يعني يعني العرض بالسينما مختلف يعني أنت بتركز على الشخص الموجود بنصف الفريم أطراف الفريم كتير بإيدة عنك فبيسامحك إذا الفريم رفيع وطويل بالصحافة الطباعة يعني مثل صورة الهوية هلأ في ناس بيقولوا بيوصفوا صوري أنه مثل صورة الهوية أنا كتير بيعتبره مبيح ما هي الصورة صورة الهوية هي IDL لك that's who I am مثل 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 بصمطي صورة الهوية كتير مدح في عالم أنه مثل صورة الهوية نوعادي لا بالعكس كتير حلوة إذا أنا حسن تطلع هويتك بالصورة أنا كتير نجحت برابا هل الموسيقى عنصر أمهم بتصويرك طبعا هي حاضرة دائما بالساشنز فيه موسيقى معينة إن كان ولا حسب الشخص الشخص أي شخص جرب خد معك أي شي حتى أو دور خد سبيكر بيعطيك غير أكيد بيدخل بالجو تطلب منه شو بيحب أحيانا بيعملوا القائمة بالأغاني اللي بيطلبوها لما صورنا يارا من يومين كنا حاطي الأغانيها فلما صورت ليلة علوي كمان طلبت بعض الأغاني هلأ حلو إن المغني بيحط أغاني لا أحيانا بيحط أغاني شاء معلش حتى لو بدنا نشلل شوي شو اللون الموسيقى اللي فاجأك أكتر الشي خلال أثناء جلسة التصوير مدرورة المين بس شو نمط الشعب السوري شغل نات كلابس ودولي فاجأت أي حدا طلبوه بيحبو يعني هلأ ليك ما في شي غلط بالموسيقى لا لا أكيد أذوق ما في شي صح وغلط أبدا وما بتعبر أنه هذا ذوق وكلاس لا 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 أنا يمكن وعيت تأخرت شوي لو وعيت لها القصة بس أي شي بمس الأذواق خطأ أنك تقول هيك صح وهيك خطأ لأنه نرجع أنا وياك منشوف نفس الشغلة إنعكاس علينا بيختلف يعني في ناس ما بتحب فيروز مثلا مثلا هلأ أنا لك عسيرة فيروز بحترم صوتها بحترم أرشيفها بس المشكلة عنا بسوريا وبالوطن العربي إجمالا حالة التقليل حالة أنه التقوص عملت عندي نفور الحق مع فيروز يعني أنا أنا اتفاجأت حتى أنه زياد لما رأى سوريا أنه العالم يجي تغني عنه أنه كأني فهمت ما بعرف أنا ما بدي كتير يعني فتي فتي بس أنه شكله أنه قال أنه جاي هاي بحس فيها كتير مبارغة أنا الشغلة بتزعجني بسوريا أنه بالعموم نتقمس الحالة أكتر من الحالة اللي جايبين عرفت كيف أنه مثلا النقاد اللي بينقود اللي بيلفه شو اسمه عرفت كيف يعيشوا الحالة وبيسوقوا فيها لك والله الموضوع مهيك يا جماعة عرفت كيف صحيح بتزعجني شوية هناك قاعدة بتقول لك إذا بدك يخف عجابك بيحدا تتعرف عليه هي قاعدة أساسية يعني بتخف يعني بتسقط هاي الحالة شوي وفيه عالم بتتفاجأ فيها إيجابيا هلأ بتتحول من شيء بتصير شيء تاني بتتعبى يعني الفراغات اللي أنت كنت حاططها بتنحط بالمحل يعني صحيح بيكون في المفارقة بين الواقع وما تتخيله صحيح طيب هلأ شو فيه بروجيكت أنت مقبل عليها أو عم تجهز لها بالمستقبل القريب طبعا أنا أول شيء بدي أحب أكد على أنه ضروري يكون عند المصور بروجيكت مشاريع حتى لو كان أي شيء إن كان بشكل شخصي بشكل شخصي يعني ضروري أول شيء بينظم شغلك شوي يعني كل فترة بيكون عندك بروجيكت شو ما كان يكون إن شاء الله تصور شو اسمه الأبواب الشوارع تصور تقول مثلا الأشخاص مع حيوانتهم الأليفي هيك بروجيكت بسيط طبعا أنا عندي كم بروجيكت أعملتهم واحد منهم نشرته ناشنجيغرافيك كان باللجسة تقريبا قبل 6-7 سنين هو السقارة اكتشفت أحد المعارض أنه كل الدول عندهم سقارة كلهم بيصيدوا بالطيور الصيد بالطيور ما أنا مقتصر علينا الطيور تختلف مع اختلاف الشعوب أو البيئة وعلى فبدايت مشروع يمكن أخذ مني فترة طويلة اسمه سقارة والعالم عندي مشروع ثاني كان هون عملتوا بالإمارات عن كبار السن شي بيتعلق بذكرياتهم كل واحد مسك صورة طبعا هنو درت على كل الإمارات صورتهم كمان هذا بروجيكت فضرور واحد أحد البروجيكت كمان البروجيكت اللي عملتهم هو إعلاميين وشو بيقدموا على الطاولة طبعا هو مستوحى من مصور أمريكية كل واحد حطت له بروبس على الطاولة اللي بيشتغل بالرياضة واللي بيشتغل بالطبخ إعلاميين تقريبا 15 واحد هذا من أهم المشاريع فضروري المصور يكون عنده مشروع على الأقل وهي بتحس منفس أو نوع من أنك عم بتغير بتقدم شيء مختلف يعني البروجيكت ضروري يعني بيطلعك هيك شوي من السياق بيخليك تعمل مثل الفنان تشكيل لما بيقرر يعمل مجموعة لوحات شوية بعضها بس لساعتك بيجوه التصوير بس عم تاخد عم حد تاني هلأ برات التصوير شو عندك اهتمامات إن كان هواي قراءة رياضة طبخ مثلا أوكي بتحب الطبخ اي كتير بحب الطبخ شو الطبختك المميز في بحب الشغلات يعني عندي بالبيت شيوم تجونا إن شاء الله اي بتشرف اي مثلا نحن عنا أكلات البدوية اللي بنعمل ندفن اللحم تحت الأرض اه عفوا اعتراضا أنا هذا كان سؤالي انا كل العالم اللي تقابلت فيهم أشخاص مشتركين بيرول عندي على البيت اللي راحين عندك على البيت دايما عنجد منذ مبالغة الكامن تابعون إنه أول شي حالة البيت تبعك الحالة إنه هذا الشعور اللي بيحسوا فيه بس يكونوا عندك وكلهم بيقولوا عنجد نفس الكلمة ما معقول شو مضياف وأكل أكل أكل دايما أكل الكرم أنا بعتقد بالعموم الأشخاص اللي بحب استضيفها بيهمني أعرف الشيء الجوات أنا بحس الصلب تبعك هو كرم واضح الكرم والثقة وبيصبوا بعض بطريقة كتير حلوة يعني شغلك يعني صار بينشاف بشغلك عرفت كيف يعني قبل ما تعرف عليك أخذ انطباع عام يعني أنا فان بس هلأ كملة الصورة عندي عرفت كيف فهي بحس كأنك خليتني صورك فعليا عرفت كيف بس عرفت شوفي جوا وشي عم بشاع كله عرفت كيف فأنا كتير اتشرفت أنا أكثر انا بتشكرك جدا إذا بدك تنصح أي حدا حابب يفوت بمجال التصوير شو الشغلات اللي بتحس أساسية كان ناجح تجاريا أو كذا شو الشغلات الممكن تنصح الطيار بيقسوه بعد ساعات الطيران والمضالة بعد القفزات أفضل دائما أفضل مكان للكاميرا هو على كتفك أو جنبك بالسيارة مو بالكرتوني تبعها صور قدمة فيك لأنه ما بتسقل مهارتك إلا بالتصوير المستمر كل يوم تتعلم شي جديد الكاميرا لازم تصير جزء منك خلال عملية التصوير هي شغلة كثير مهمة أنا بالفوتوشوت المفروض ركز على التقنية 30% فقط اللي هي ضوة ما ضوة فلاش كاميرا عدسة 70% الباقية أو 80% الباقية هي تركيز على تحريك الموديل على الكمبوزيشن إذا هديك الأولى أخذت أكتر تنظلم التاني أكيد يعني بتجي على الحساب التاني ما بقول أنا بركز كيف دي طلع الصورة بدي صير انتبه كيف دي طلع صورة مضواي صحي الفلاش يشتغل ولا ما يشتغل ليش ما عم بطلع الفوكس ما عم بطلع الفوكس العدسة هيك فالممارسة أهم شي ومثل ما قلت لك بالأول ثقتك بنفسك أنه أنت أي شيء حدا فيه يعملوه فيك تعملوه يعني ما في شيء صحب ما في شيء مستحيل مهما كان المصور مشهور وعالمي فيك تعملوا مثلوا بالظبط هل الأشخاص اللي بدون يتواصلوا معك أو يتابعوا شغلك غير الموقع تبعك مصطفى هلأ هلأ الموقع راح يتحدث بعد فترة بس أنا عندي الانستجرام والبيش تبعي على الفيسبوك هلأ بحطها على الشاشة بحط الهندل وأنا جاهز لأي استفسار لأي شيء وبتشكرك جدا 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 على وقتك أنا كتير استمتعت كتير كتير استمتعت أنا بتشكرك كتير أنك عطيتني هالمساحة أني أحكي فيها ما حكيت هيك عند حدا بصراحة إلى الشرف أنا وصلتنا هاي الشغلي بتشكرك بعرف لأنه في ناس بتسأل في ناس حاب تستفسير شو هالمجال هذي بفكروه أنه هيك مجال كتير مغلق غير قابل الاختراق حتى أنا بلاحظ عندي لما منزل صورة الصور بهندسين بتشوف بتجيب مشاهدات أكتر بالصورة الحقيقية لأن الناس عندها فضول كيف ضوى شو صور شو استخدم كاميرا كيف فهو ما نستر بالأخير أكيد وأنا كنت حريص ما ندخل بشغلات تقنية لأنه صراحة بالأخير هالمعلومات أول شي موجودة صحيح بكثرة صحيح و يعني إذا عرفت إنه والله استخدم F-I-DA-A-S shutter كذا ما رح تقدروا تجيبوا نفس الصورة يا جماعة يعني في تعلموا وهالقصص بس أنا كان بيهمني كيف بتفكر ليش بتعمل اللي بتعمل وأهمني أنا شخصيا بفترض لأشخاص كتار يعرفوا هذا الشي فشكرا كتير شكرا لك أنت حدا كتير بعطاء وبتشكرك وإن شاء الله إلنا جلسات مطولة وبتمنى نعمل شي مشترك إن شاء الله شكرا كتير لك مصطفى تحياتي هلا